الله نكمل المواضيع بتاعتنا اللي احنا بدأنا فيها وكنا اتكلمنا على introduction عن project management واتكلمنا فيها عن دور المانجمينت وازاي بتبدأ تفاعل منظومة قدارة المشروعات في المواصلات بتاعتك وايه الفرق بين كل مرحلة من المراحل اللي بتشتغل فيها في قدارة المشروعات عشان تقدر تبني المنظومة بطريقة اخترافية قلنا ان احنا الاول بنعد او بنعمل preparation حاولا ارجع لكم للسلايد بسرعة عشان بنعمل preparation للمنظومة او للتحضير للمنظومة اللي هنعملها او المنهجية اللي هنشتغل بيها وبعد كده بنعرف من ال preparation دية الجاب اللي عندنا ونبدأ بعد كده نبني المنهج بتاعنا نبني نعمله development وبعد كده بنبدأ نعمله implementation وبعد كده نعمله automation كلمنا طبعا الكلام ده وشرحنا ايه اجزاء المثلولوجي development بتاعتنا وانا فيه procedures فيه process flow فيه forms templates فيه logs فيه reports فيه key performance indicators وكلمنا على knowledge areas اللي انت محتاجها ومحتاج تعمل فيها development زي ما اتفقنا محتاج تعمل development الprocess بتاعتك وعرفنا ايه process وعرفنا ان الprocess منطبطة بما يسمى knowledge areas او العلوم وفهمنا ان احنا كل process من دول بنبدأ بنعمل لها development يعني ايه نعمل لها development يعني نعمل لها procedures process flow forms وlogs reports kpi يعني بنعمل risk procedures وprocess flow بنعمل schedule وبنعمل contracts نعمل claims كل حاجة كل حاجة بنشتغل فيها فيه المشاريع بنعمل لها elements اللي قدامنا دي طيب النهاردة بقى هنبدأ نتكلم على how to plan your project how to plan your project الاول عايز اقول لكم كده على قصة حصلت من كام سنة كده دايما بقولها مع احد الاشخاص وكان يعني للاسف طبعا project manager ومن الناس اللي ما كانت مؤمنة شوية بالعلم بتاع المانجمنت بالشكل بتاعه الحديث اللي حاجة بنشتغل للشباب الصغيرين تبقى وسيلة يقدر يستخدمها للارجمنت لانت برضو هتقابل الكلام هتقابل الاشخاص دي هتقابلهم فلازم تكون عندك حجة واضحة وقوية للتعامل معهم ايه بقى القصة ان هو الشخص بدأ يعني يقول ان الplanning والشغل محن باللوقت ان اتكلم على الplanning فانا اركز على الplanning الplanning ده مضيع للوقت مش مفيد طيب ازاي نسبة ان الكلام ده غلط مش مجرد ان احنا نتخاني ولا صح ولا لا ما فيش حاجز لازم زي ما اتفقنا الراجل البروفيشنال عنده دايما حجة عنده دايما تفسيرات منطقية وقعية وعملية طيب دلوقتي انا سألته سؤال قلت له طيب انت دلوقتي في نص مشروع وعايز اعرف المشروع ده وضع عامل ازاي مهم ما اعرف ولا لا يعني انت في نص مشروع هل انت محتاج تعرف المشروع ده الانجاز بتاعه نسبته قد ايه محتاج تعرف المشروع ده صرف قد ايه هل هو اوفر باجت ولا مش اوفر باجت محتاج ولا لا انت لو سألت بقى دي اي حد اي بروجيكت مانجر مؤمن مش مؤمن بالبلاننج فاهم مانجب اي حد بيشتغل في مجال البروجيكت اقول لك لأ طبعا ما فيش كلام انا محتاج اعرف في اي وقت المشروع وضع وعامل ازاي طيب حلوة طيب اختصارش جدا ازاي ايس وضع المشروع وانا ما عنديش المسطرة اللي هيئيس بيها يعني انا بدلوقتي انت بتفق معايا ان احنا عشان نبني على حتة ارض محتاجين نقاسها ما فيش حد يقدر يختلف على كده طيب لو معايش مسترة معايش متر معايش جهاز الليزر اللي هيئيس بيها هيئيس ازاي طيب اي علاقة ده بالموضوع ما هو ده جماعة بقى ما هو البلان هو اللي بيخلق للمسطرة عشان كده حطيت رسمة المسطرة هي لتفكرك بالموضوع البلان هو المسطرة اللي هيئيس بيها الشغل بتاعي ما اقول لك انا 30% على اساس ايه لماذا تبقاش 40 ولماذا تبقاش 60 لماذا تبقاش 20 عشان في مسطرة هنئيس عليها فاذا اول حاجة لازم تعرفها وتقنع بها اي حد في قيمة البلانينج البلانينج هو المسطرة اللي احنا هنئيس بيها وده بيسموه بقى طيب انا بعمل مساطر للمشروع بتاعي طبعا بعمل مساطر بعمل مساطر بعمل مسطرة baseline للسكوب لاقيس الاسكوب اللي انا اشتغل عليه بعمل مسطرة للسكاجول اللي هي الاسكاجول baseline البرنامج الزامن لاقيس عليه بعمل مسطرة للتكاليف اسمها cost baseline تمام فاذا عندي baseline عندي مسطرة دايما بقيس بيها البلان بتاعي طيب بعد ما طبعا قلت له كده ما قدرش يتكلم ما قدرش يتكلم ما قدرش كده بقولك انت بتكلم بطريقة منطقية غير لما بتقعد تجدل وخلاص والناس تقعد تجدل مع بعضها للصبح يا لك انت بتروح قافل الموضوع بطريقة التعامل مع المواضيع باحترافية بالشكل ده طيب رح هو جي بعد كده قال لي طيب يبقى المشكلة ان احنا المسطرة دايما اللي بنقيس بيها بيزة عشان كده انا مش مقتنع بالموضوع قلت له دي بقى انا ممكن اتطفق معاك فيها وده للأسف هو اللي حاصل في الماركت اللي حاصل في الماركت طبعا بنسبة طبعا يعني مش كل الناس لكن اللي حاصل في الماركت بنسبة ان الناس ما عندهاش مصطرة مظبوطة مصطرة بيزة مصطرة بتطلع نتائج خطأ وبالتالي اللي احنا عايزين نبدأ ناخد بيزيكس مع بعض فيه المرات يمكن المرات الجاية هو ازاي نبني مصطرة مظبوطة ازاي نبني بيز لاين مظبوطة عشان لما اجايز بيها محدش يتحقق بيقول الكلام ده كلام فاضي لا ده كلام مهم جدا بس فعلا احنا محتاجين نبنيه صح تمام طيب هنبدأ بقى احنا كده خدنا دفع حلوة كده المخاطر اللي انت ممكن تقابلها في المستقبل يقدر بالجود تمنيميز المخاطر وبالتالي لما تمنيميز المخاطر تبدأ تفرق معك في البروفيت تبدأ معك في الربوتيشن بتاعتك تفرق معك في إدارتك للمشروع البلاني كمان احط لك النقطة الرئيسية البلاني كمان بيديك الرؤية المستقبلية لمشروعك وده طبعا مهم جدا انا عايز اشوف مستقبل مشروع يعمل ازاي لان لو انت شفت مستقبل مشروعك هتبدأ تحسن في النتائج بتاعتك بدل ما تتفاجئ كان في مقالة كده قريتها زمان يعني دايما زي ما كلمتوك كده في المحاضرة الاولى عن صفات ال او سيفن هابتس للناس الاشهر فيه برضو كان حد كاتب مقالة للصفات اسوأ خمس صفات او اكتر خمس صفات للمدير الفاشل لان كمين الناس بتكلم عن المديرين النكحيين والناس النكحة كان فيه مقالة مكتوبة على المدير الفاشل فكان كاتب المقالة عامل دراسة جميلة جدا بيقول ايه بيقول من اكتر الصفات اللي عايز تكتشف بها مدير فاشل بص بقى الحتة الجاية دي عشان خلي بالك منها انه هو دايما بيتفاجئ دايما بيتفاجئ يعني ايه دايما بيتفاجئ يعني دايما يقول لي ينهى ربيد ينسينا نعمل ينهى ربيد ده احنا ما خلصناش الريبور ينهى ربيد احنا داخلين ميتينج وما خلصناش مش عارف ينهى ربيد اللي بيقعد يقول ينهى ربيد ده باي طبعا طريقة باي لغة ده تعرف انه هو مدير فاشل الله لازم نتخذ المدير الناجح غالباً وده جماعة طبعاً أنا بقول لك طبعاً تصديق للكلام ده لأن الواحد يعني أكتر من 20 سنة شغال في المجال فبيبقى عارف الكلام الصح والكلام الغلط بقى لأنه شافه شافه معني يعني فأنا أقدر أصدع لك على الكلام ده جداً فعلاً الناس البروفيشنال غالباً ما بتتفاجئش طب ليه عشان هما يعني لا عشان هما بيعملوا جود بلانينج بيقدروا يخططوا فبيتفاجئش عارف بيحصل مشاكل بيحصل مشاكل معه لكن المشاكل ده بيبقى هو عمل لها توقعات تنبؤات فما بيتفاجئش بيها لما بتحصل وبالتالي ده برضو حاجة مهمة جداً من مزايا والباورفول بتاعة البروفيشنال نخش بقى في الموضوع تعالوا بقى نخش في موضوع البروفيشنال واحنا هنبدأ بالسكوب بلان فور بروجيكت سكوب أول حاجة بابدأ أخطط لها في أي مشروع إن أنا هخطط لي مكونات المشروع لأجزاء المشروع وزي ما أنا عاودتوكو أو زي ما أنا معاود الناس إن أنا ما مشرحش بطبات تقول داي مش بقعد أقول لك يعني كتاب الكذا مكتوب فيك لا إحنا عايزين يعني نفيل وبذات الشباب الزغيرين نفيل الموضوع يا جماعة عايزك تحس بالموضوع تبدأ تجري خطوات بالفهم ليه الموضوع اللي إحنا عايزين نشرحها داي يعني إيه هو السكوب السكوب ده هو حجر الزاوية حجر الزاوية لأي مشروع السكوب ده من غيره أنت هتقع في مشاكل كبيرة جدا في مشروع طيب عشان تفهم المشروع بتاعك بتبدأ بتكوين السكوب طيب المشروع فيه جهات كتيرة زي ما احنا اتفقنا عن كلمة استيكهولدرز فيه معنيين كتير موضوع فيه دلوقتي أنا المشروع بتاعي ليه صاحب لكلينت لأونر الأونر ده هو اللي هيبدأ يتحرك فيه plan for project scope and develop project scope حلو طيب إزاي هربني لسكوب عشان تفهم الموضوع أقول لك مثال ظريف جدا أكيد معظم الناس اللي بيسمعوني دلوقتي أكيد جي في دماغ وأفكار كتيرة جدا يعمل اللي مثلا فكر يعمل game على الكمبيوتر اللي فكر فكرة مثلا application على الموبايل اللي فكر يعمل website مش عارف يبيع فيه ايه وأكذا أفكار كلها طيب انت هتجيب في الآخر حد يعملك الموضوع ده مش كلنا programmers ومش كلنا فهتجيب حد يعملك application عن موبايل طمام هتقول له ايه عشان بس تفهم يعني ايه scope انا بصف فهمالك يعني بال هتجيب الراجل اللي هو انت فكرت في لعبة game على الموبايل وعايز تبدأ تعملها فانت طبعا مش programmer فجيبت شركة برمجة هتقول لهم ايه تقول لي انا عايز اعمل game روح يعمل لي game مش حاجة اسمها كده هتقول له انا عايز تعمل game مش عارف لعبة مثلا football على مش ماينفعش مال ايه لازم تبدأ تقول الراجل انت عايز بالظبط هو ده بقى جماعة scope هو ده scope فعلى قد ما انت هتعرف تكتب scope وتكتب انت عايز ايه على قد ما هتنجح الراجل ده في ان هو يديك اللي انت عايزه وانت هتنجح في ان انت تاخد اللي انت عايزه وعلى قد ما تفشل في ده على قد ما تفشل في اللي انت عايزه وعلى قد ما هيفشل الراجل اللي جاي يعمل لك الشغلان تمام فهو ده اهمية project scope ابدا بقى طبق الكلام ده على اي حاجة انت جايب سباك ما ترميش السباك وتمشي لا قعد اكتب كده انت عايز يمي السباك اللي هو هيجي يصلح لك مش عارف ايه ده scope بتاعه انت عايز واحد يعمل لك website عايز يمي الراجل ده وهكذا عايز تبني بيت عايز تشطب شقتك عايز تعمل كبري وهكذا فاذا scope ده هو الاساس زي ما اتفقنا لازم يكتب كويس حلو فاذا ده هو يعني ايه ازاي تخطط scope طيب ازاي بقى بنخطط scope بنمر بمجموعة من المراحل بنمر بمجموعة من المراحل اللي بنسميها زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ال process العملية او processes العمليات العمليات دي اللي احنا من خلالها هنبدأ نوصل للاهداف بتاعتنا واللي كل عملية منهم محتاجة زي ما اتفقنا مجموعة ال elements اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده طيب ايه هي collect requirements process انا عشان اكتب scope بتاعي عشان اكتب ال application اللي انا خلي الراجل يعملولي عشان اكتب game بتاعت scope بتاع website بتاع العمارة اللي هبنيها بتاع tower بتاع الواقس محتاج محتاج اعمل حاجة اسمها collect requirements بحدي يقول لك ايه انا بكتب scope ايه انا رجل مقاول بيجي لي بناس دي يقول لي يعمل كذا وانا بعمل ايوة حلوة الحتة دي انا بقول لك اسئلة سألتها قبل كده بقى في الكورسات فانا يعني ما فيش معاكم اوي فهقول لازم تلعب كل الادوار عشان تفهم ايه اللي بيحصل لان انت ممكن في يوم الايام تكون بتلعب دور من الادوار دي يعني ايه يعني ماشي يمكن انت لو مقاول يمكن فعلا ما تبقاش مهتم مقاول بكتبة scope في معظم الاحيان لان client هو اللي كتب scope او client جاب استشاري عند شارب وكتشغل عن decline فلازم تكون عارف الادوار كلها ايه اللي بيحصل فيها وبالتالي انت ك project manager لازم تكون عارف ازاي هتبني scope فالراجل اللي ببني scope ده هيعمل عشان يبني scope وخلي بقى لك scope ده هيبقى جزء في العقد يعني اللي عايز يعرف شكل scope ده في الاخر بيبقى عامل ازاي يروح الشركة بتاعته ويفتح اي عقد اي عقد لان قوام اي عقد في الدنيا اساسه هو scope اي الاثنين بيتققوا على حاجة بيبقى اساس القوام بتاع العقد ده what is scope of work وبالتالي اي اي تعاقد ممكن تلاقي فيه موضوع scope طيب ازاي بقى بيتبني scope scope الكتب في العقد ده ما تكتبش بعصية سحرية حد كتبه فممكن تكون انت فيهم قام اللي بتكتب scope فهتكتبه ازاي تعال نشوف اول خطوة بنعمل حاجة اسما collect requirements يعني ايه collect requirements يعني ببدأ ببدأ اشوف الناس محتاجة ايه ما تقعدش تديب ورقة وقلم كده واخبط يلا تبدأ تعرف ايه المطلوب عشان تقدر تبني الاسكور طيب بتكليكت requirements دي منين بتكليكت requirements ديت من كل اللي تقابلهم يعني كل اللي حواليك تقدر تجمع منهم requirements اهم stakeholder في الحالة ديت مش in general يعني بس في الحالة ديت في حالة collect requirements هو اللي بنسميه customer او ال end user اللي هو المستخدم اللي يستخدم الحاجة دي في الآخر يعني انت لو تعمل لعبة او game شوف الولاد اللي يلعبوا باللعبة ديت وجيبهم وقولهم لو انا بقى عمل لعبة football على mobile ايه اللي هيشدك فيها يقول اه صدق لو فيها مش عارف كذا يبقى جميلة جدا لو اقدر مش عارف اخلي اللعيب مش عارف الشكل اللي بيبقى زي الواكز فاذا بتبدأ تكليكت من الاند يوزر تمام عايز تعمل مثلا application ليوصل الاكل للناس في البيوت او يجيب فبتبدأ تسأل الناس اللي في البيوت يا جماعة لو انتوا عندكوا application على mobile للتوصيل ايه اكيد طبعا في حاجات زي كده بس انا بقول يعني مثلا انه مش موجود فالapplication ده ممكن يكون فيه او الapplications اللي موجودة انا عايز اعمل واحد ينافس ليهم ايه اللي مش موجود في الapplications اللي موجودة عشان اقدر احطول لكو وهكذا فده اسم collect requirements تمام زي مثلا اما واحد يقول لك انا عايز عربية يعني انا حطت هنا الصور اربع صور لأربع عربيات مختلفة كل دول اسمهم عربية دي سيارة دي سيارة دي سيارة دي سيارة لكن ايه اللي يخليني اروح اشتري لك واحدة منهم بس وما جيب لكش البقين requirements بتاعتك هو انت عايز سيارة تروح تشتري بيها اقتصادية واللي عايز سيارة تخش بيها formula وان واللي عايز السيارة antique تحطها في المعرض بتاعك كده على حسب فاذا requirements بتاعتك هي اللي هتحددلي اي نوع من انواع العربيات دي هيبقى مناسب اجيبولك فاذا هي دي مرحلة collect requirements ومرحلة collect requirements دي ليها طبعا process flow وليها templates وليها forms بتتملأ وليها techniques بتستخدم وليها KPIs عشان بس انا مش عايز ايه الناس اللي يعني ما تحسش الموضوع عملاش علاقة ببعض كل process من يا جماعة هندرسها او هنتكلم عليها لها كل الحاجات دي لازم تتعامل لكن طبعا زي ما اتفقنا الكورس يعني المحاضرات بتوعنا الاربع محاضرات مستحيل طبعا نغطي كل كل ده بالتفصيل بس انت يعني انا ببنع معاك الbasis بتاعت الموضوع وان شاء الله تبقى خطوة للانطلاق بعد كده سواء احنا عملنا محاضرات تانية او انت حاولت تقرأ او تسمع حاجات تانية فكل process عندنا لها الكلام ده كله يعني مثلا collect requirements هيبقى لها procedures collect requirements هيبقى لها process flow collect requirements هيبقى لها forms تملى فيها هيبقى لها logs هيبقى لها تقارير بتطلع منها هيبقى لها key performance indicators عشان تقول المرحلة دية تم تول جوه procedures محتاج tools and techniques هتستخدمها تمام على سبيل المثال وانت بتعمل collect requirements هتعمل collect requirements ازاي لازم تحط في procedures بتاعتك techniques اللي هتستخدمها فعمل collect requirements زي مثلا ان انا هعمل meetings مثلا وده الاجتماعات دي طريقة لتجميع ال data هعمل survey هعمل questionnaire هعمل brainstorming sessions وكذا فكل دي طرق هتستخدم في تجميع المعلومات يبقى ده احد processes اللي احنا هنشتغل فيها طيب بعد كده بقى ببدأ امسك المعلومات اللي خدتها ديت وابدأ اعمل process تانية اسمها define scope process define scope process define scope process ديت عبارة عن ايه عبارة عن المرحلة اللي انت هتبدأ تكتب فيها ال scope بتاعك تكتبه بقى الله ما لحنا كنا بنعمل ايه لا احنا هنا كنا بنجمع بس بنجمع معلومات تمام طبعا برضو بكتبها المعلومات اللي انا بجمحة دي بكتبها لكن define scope هي الكتابة اللي حصلت في التجميع دي بتبقى مش professional مش الحاجات اللي انا عايز احطها في العقد بتاعي وما لايه لازم ابدأ اعمل لها define scope وابدأ اكتبها عشان تتحول ل professional deliverables تمام فمهمة اوي مرحلة define scope process بتاعتي يعني عشان بس نوضح الفرق من الاتنين يعشان بس لو حد نتلقى اخبط انا لما اجي اعمل collect requirements افترض اني مثلا واحد بيقول لي انا عايز اعمل تصميم للشقة بتاعتي اقول له جميل اوي يقول لي بس انا عايز اعمل الصالة بتاعتي تكون ما فيهاش اي عمدان في النص وكامير وكلام ده اقول له جميل اوي ده كده collect requirements لكن هل اما انت بتيجي تكتب عقد مع مقاول تقول له اعمل لي بيت الصالة ما فيهاش عمدان بتقول له ايه تقول له انا عايز مثلا flat slab الناس اللي بقى civil والمعماريين اقول انا عايز اعمل flat slab او system فانا عايز ابني المنشأ بتاعي لسكيلتون الخرصاني flat slab هي دي بقى define scope ان احنا حطينا requirements بطريقة علمية عشان تبدأ تتنفذ في المستقبل احيانا او انا بعمل define scope ببقى عايز اوصل ل scope وال quality بتوعي لكن الوصول ليهم ممكن يكون بكذا طريقة وبكذا اسلوب وده اللي بنسميها alternatives فممكن اعمل حاجة بنسميها value engineering او بسموها value engineering والvalue engineering دي اكيد طبعا بعضوكم سمعتوا انا اللي هي الهندسة القايمية اللي هي بتبدأ ايه بتبدأ تفكر في على سبيل المسال يعني تفكر ازاي تغير الديزاين بحيث ان انا اماكسمايز الفاليو وديك النتيجة اللي انت عايزها في الاخر ده كده اسمه value engineering يعني انا هطلع لك المبنى اللي انت عايزه بنفس الاسكوب اللي انت عايزه بنفس الجودة اللي انت عايزها لكن ممكن يكون مثلا اقل تكلفة خلي بالك الفاليو engineering ليش بس بتلعب على التكلفة لا تلعب كمان على ال optimization يعني ممكن المبنى يكون مثلا موفر للطاقة مثلا اللي هو بيسموها green buildings ممكن اعمل لك مبنى المبنى ده يديك النتائج اللي انت عايزها واحسن كمان هيبدأ يوفر لك الطاقة اننا نبدأ استغل الشمس طقت الشمس مثلا هي تتنور البيت فتبدأ توفر وهكذا ده كله بيسموه value engineering في حاجة بيسموها value analysis دي بتحصل غالبا بعد مرحلة الديزاين وبيبدأ غالبا المقاول يبدأ يشوف او يحل للشغل ويبدأ يعمل recommendation لبرضو maximize value اللي بتطلع ممكن يكون value analysis ديت بتتعامل مثلا في طريقة التنفيذ فيبدأ يخلص المشروع اسرع فده كده اسمه value analysis في بعد كده حاجة بيسموها constructability study الconstructability study دي بتحصل برضو في مرحلة الconstruction ودي بتفوكس على efficient and effectiveness of the construction techniques we are using دي بيسموها الconstructability study يعني مثلا لو انت عندك مشروع قائم والمشروع دوت هيبدأ محتاج شوية تفكير في التعامل معاه يعني لو تفتكروا العمارة اللي كانت في اسكندرية وكانت ميلة دي دي كانت مفروض يتعمل لها constructability study يعني الناس تبدأ تدرس هيتعاملوا مع هدم العمارة ازاي وإلا ممكن تبقى فيه مشكلة كبيرة جدا تدر بالارواح فمحتاج كونستركتابل study عشان تشوف هتبدأ تكسر ازاي ومنين وتخش ازاي عندك مشروع زحمة قوي وفيه مثلا كرينز كتيرة فعايز تبدأ تشوف هتعمل منوفر ازاي ده كله بنسميه كونستركتابل study study فكل الكلام ده لازم اخذه في اعتباري وانا باعمل لسكوب management بتاعي وانا بكتب لسكوب بتاع المشروع وإلا هتبقى راجل مش فاهم management وبتعمل حاجة فعلا بعد كده في التنفيذ تقابل مشاكل كبيرة جدا ويبقى الكلام فعلا بتاع الناس اللي يقولك البلانيك ده ملوش لازمة ملوش لازمة لأ البلانيك عشان يعني فيها مثلة فيها مثلة جماعة كتير جدا المواضيع دي اتنا عرف مشروع كان في 2018 المقاول وفر حوالي 300 ألف آه 300 آه لا سوري 300 مليون لأن المشروع كان بمليار و700 مليون وفر 300 مليون خال الرقم بسبب موضوع value analysis يعني ممكن بقى نتكلم عشان مضعت وقت بس فيه فعلا ما بتيجي تفكر في المقاول ممكن توفر أرقام مخيفة يعني طيب نيجي بعد كده نخش في تفصيلة البروجيكت scope statement اللي بتطلع من مرحلة define scope يعني أنا ما أجي أعمل scope statement بكتب إيه مفروض أكتب البروجيكت scope description بتاعتي يعني scope بتاعي اللي يطلع ده مفروض أوصفه ده يبقى المنتج بتاعي المخرج بتاعي لو أنا محتاج أعمل منتج يبقى محتاج له acceptance criteria أنا إيه اللي خلينا أقبل المنتج ده وما قبلوش لازم تكتف الscope عشان الراجل ما يعودش يقولك يا عم أحط المين deliverables بعد شوية أشرح لك عن إيه deliverables ده معنى كويس مهمة أو تحط البروجيكت exclusions إيه البروجيكت exclusions يا جماعة البروجيكت exclusions يعني اللي أنا مش هعمله واحد يقولك يا عم إيه يا عم أنا عايز أكتب اللي أنا هعمله ده أنا لو كتاب اللي أنا أعقوله زي الفول لإيه بقى اللي أنا مش هعمله إيه لا ده بقى يا جماعة طلع مهم جدا جدا وعمل مشاكل كتير جدا في بعض المشاريع exclusions يعني إيه يعني أنا مش هعمل إيه كان فيه مشروع كان مشروع بيتعامل software system لأحد الشركات فبعد ما الشخص أو الشركة بتاعت software دي عملت software وسلمته الشركة قلت لها لأ إحنا لسه ما خلصتيش قالوا ليه إحنا فضلين إيه قالوا إحنا عدين بقى نتعلم إزاي نشغل system بقى system جديد قالوا لا إحنا مش ما اتفقناش في العقد أو ما فيش في العقد حاجة تقول إن إحنا نقول لكم أو ندربكم على system أو نعلم system قال لك عم إزاي ده منطقي كده وبديهي إن أنت بتعمل system أو بتعمل software جديد إن أنت تعلمني هشتغل إزاي وإن ترميل system وإن عارف إنت عملت إيه ولا ودخلوا في جدال والموضوع راح المحكمة وقضية كانت مشهورة بدون الدخول في نتيجة القضية يعني لكن إنت دايما وإنت بتعمل deliverables بتاعتك دايما حط exclusions صبعا مش كل exclusions اللي في الدنيا حط exclusions اللي ممكن تبان بديهيا إن هي ممكن تدفعها من هي فوق البيعة يعني لأ يعني خلي بالك أنا هعمل لك كذا ومش هعمل لك كذا أنا بعمل لك خلي بالك البيت بشطب لك شاقتك بس ما بعمل لك الفرش أنا بشطب لك شاقتك بس بركب لك اللايتين اللايتين فيكتش مثلا فإذا خليش اللي قدامك يظن أو لو اللي قدامك هيظن إن الحاجة دي included حاول توضح لا دي excluded من اللي سكوب فأحيانا البروجيك بتبقى مهمة جدا لنت بتكتب اللي سكوب البروجيك الحدود اللي انت هتشتغل فيها مهمة جدا برضو يا جماعة أي في الدنيا دايما بقول لنناس بقول لنناس انت دلوقتي لما بتدي أحسن ميت واحد في العالم يعمله تسعير ما هو تسعير جزء من اللي انت تسعر مشروع هديك مثال التسعير عشان هو هيديني المعنى اللي انا عايز اوصله بسرعة اوديت ميت واحد في العالم يعملو لك تسعير لمشروع احسن ميت واحد في العالم يعملو تسعير لمشروع السؤال هل الميت واحد هيجيبولي نفس التسعير اكيد لا الاجابة اكيد كلكم هتقولوا اكيد لا طب ما صح طب ليه ده كلهم ميت واحد ده كلهم معلمين ده كلهم لان لان طول ما انا بعمل بلانينج انا واقع ما بين الفكين بتوع الكون والأسامشنز فايه هم ما بقى الكون والأسامشنز دا نبدأ بالأسامشن عشان سهلة الأسامشنز هي ان انا بقى سيوم دايما وانا بعمل بقى سيوم بفترض بفترض ان انا هشتري من عند فلان فلاني ومش هشتري عند الشخص التاني بقى افترض ان انا هشتغل في المشروع ده بالشكل الكده في قضية معايا دلوقتي شغال عليها مع احد المقولين احد الدول العربية الراجل كان عامل يدرس العقد افترض ان اللي داون اريا اللي هيدهاله عشان المشروع تبقى جنب المشروع هو افترض كده مع نفسه وبالتالي عمل كل الحسابات على اللي داون اريا اللي هيخزن فيها نتائج الردم والبيبلاينز والحاجات بتاعته جنب المشروع فرضية اكتشف بعد كده ان اللي داون اريا بعيدة عشرين كيلو عن المشروع برضو مش هنخش الوقت في الموضوع القضايا والكليمز اللي ما يجي وقتان فاذا كل البيانز بتاعتك بتغير على حسب انت هتفترض دي ايه وبالتالي لازم تعرف ان الاسمشنز دي خطيرة جدا لانت تحطها كعمعير عندك تحطها كمعير عندك فدي مهم او اسمها الاسمشنز حتى دايما بقول للناس ايه بقول لي رسل انا بزود على كلمة اسمشنز فن التخمين شوف ايه ده ايه ايه لان انت وانت بتأسيوم يا جماعة في البلان لازم يكون عندك فن لازم يكون عندك احترافية يعني لو انا بقى سيوم مثلا واحد مش حططلي هو عايز يركب ارضيات طحة ايه تمام فلازم تبقى عندك حس انت مفروض تركب ايه ماشي هو الراجل في الاخر انت هتبدأ تدور عليه وتسأله لكن عبل ما تسأله او في بعض الاحيان يبقاش متاح ان انت تسأل ولازم تعمل تبقى عندك حس طب الارضيات تبقى عاملة ازاي هل بتعمل فندق خمس نجوم ولا بتعمل بيت شعبي ولا بتعمل قصر ولا بتعمل كل حاجة من دولها يبقى ليه assumptions غير التانية فده اللي بسميها art of assumptions تمام يعني في البلاد السقعة مثلا ما بيعملوا سيراميك في الارضيات طب ليه لان الدنيا سقعة الارضيات السيراميك دي مش هتبقى مناسبة خالص فما تجيش انت هنا وتروح عامل لهم ارضيات سيراميك او رخام مش هتبقى مناسبة وهكذا فإذا ده اسمه assumptions ايه بقى هي الconstrains الconstrains بقى هي القيود القيود انا برضو انا بعمل تخطيط لازم يبقى عندي حدود للقيود اللي انا هشتغل في وسطيها قيود للحاجات اللي انا هشتغل عليها دي اللي بنسميها ايه اللي بنسميها الconstrains القيود هديك مثال مثلا لما اقول لك مثلا ايه ان انت لازم تخلص الاسكوب ده او مثلا خلينا اقول مثال اسف ان انت اي ماتيريا اللي تشتريها ما تجيبليش ماتيريا المصين الماتيريا اللي تجيبها اللي من الاتحاد الاوروبي يبقى ده قيد ما تفترضش بقى ان انت هتجيب لها خلاص هو قيد عليك هو الراجل متفق معاك ان انت متجيبش حاجة مصين او تجيب الماتيريا من الاتحاد الاوروبي يبقى انت كده ايه حطيت الconstrains اللي انت هتبدأ تشتغل عليها والassumptions اللي انت هتبدأ تشتغل عليها الorganization الريسك طبعا هنا بتحط المعايير الرئيسية للريسك المايل ستونز الفاند الميتيشن التسعير الابروف ركوارمان فاذا وانت بتحط السكوب بتاعك انت عنيك على كل حاجة وهي دي بقى اللي فعلا بتورينا ازاي فعلا الناس البروفيشنال بيكتبوا السكوب وبيطلع في الاخر السكوب مخترم وفعلا بيطلع متى كويسا انا هنا حاطت مثال صغير اوي طبعا مثال ل الديليفرابل اللي بتطلع من مشروع انا مسلا هنا بيقول لك ايه واحد بقى بيكتب السكوب في العقد بيقول لك full installation of owners of the owner and manufactured home with a certificate of occupancy from the country of San Diego فاذا الراجل هنا بيحط بقى خلاصة المرحلتين اللي فاتوا انه collect requirements و define scope وبدأ اكتب لسكوب عشان هي بقى موجود في العقد قال لك انا عايزة اعمل ايه في المشروع بتايا عايزة اعمل construction of the garage bear plans and included in the certificate of occupants فبدأ ايه حط تفاصيل للجراج بتاعه وهتعمل ايه قال لك installation of the road driveway and parking area as specified in the plans complete landscaping of the property as specified in the plan فبدأ يحطي لك ايه حد يحطي لك scope بتاعه في الاخر فهو ايه دا المنتج اللي ايه اللي تطلع به في الاخر فنصيحة يا جماعة تعود عليها في الليفل الصغير زيان بقول لك كده الليفل الصغير انت عايز تعمل ويبسايت تعودش تجيب واحد تقول لك ابدأ اعمليه اوعة ابدأ اكتب كده انت عايز تعملي في الويبسايت عايز تعمل application ابدأ اكتب انت عايز تطلع بقية في الapplication لازم تعرف تتعلم تكتب الخاص بتاعك عشان تبدأ تطور الموضوع عندي طيب حاجة مهمة جدا 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 والواحد مع الزمن اكتشف قيمتها اسمها الwork breakdown structure الwork breakdown structure الwork breakdown structure ده جماعة زي ال PMI اللي هو project management institute بيقول لك ده مهم جدا في شغل المانجمين يعني بيقول لك ما فيش project manager من وجهة نظرهم يعني يعرف يكمل في project management من غير ما يعمل work breakdown structure وبالتالي لازم نعرف يعني ايه work breakdown structure work breakdown structure it's a hierarchy للمشروع بيبدأ يكسر المشروع في صورة hierarchy يجمع فيه كل elements بتاعة المشروع طيب ازاي بيتبني الhierarchy ده ازاي بيتبني الwork breakdown structure انا جدت على طول مثال لاحد الwork breakdown structure انت ما تجي تفكر دايما في scope دايما قعد تفكر فيه بطريقة الwork breakdown structure تاني انت عايز تعمل game عايز تعمل application عايز تعمل عمارة عايز تعمل cobre whatever قعد تفكر فيها بطريقة الwork breakdown structure ليه طريقة سهلة ما بتكتبش كتير زي طريقة define scope وبتلاقي نفسك حصرت الموضوع بشكل very smart very smart تمام طيب تعالوا نشوف بنبني ازاي الwork breakdown structure اول حاجة بتعملها ان انت بتكتب المشروع كده في مربع زي مسلا ده tower project مشروع برج سكني حلو بابدأ اعمل حاجة اسمها decomposition بابدأ اعمل تكسير تحليل للمشروع ايه فايدة التحليل ده انت لما بتكسر الحاجة بتعرف تنظامها كويس يعني فاكرين طبعا يعني في قصة مشهورة كده اكيد سمعتوها تقول لك ان كان فيه دكتور في الجامعة جاب حجر كبير جدا وجاب علبة او جردل وقال للطلب يا جماعة مين يقدر يدخلي الحجر الكبير ده جوا الجردل كتير من الطلبة بدأوا يمسكوا الحجر ويلتفوه يمين ويلتفوه شمال ويدخلوه في الجردل مش عايز يخش طبعا طلب يا جماعة مش هينفع الحجر ده يخش بالجرد لغاية ما جي طالب زكي راح ماسك الحجر ده ورح تدش في الارض متفتته مية حتة وبدأ يرس القطع الصغيرة فدخلت جوه الجردل هي نفس الفكرة كده افتكروا في قصة الدكتور والحجر باية هتفتكروا فكرة الWBS WBS بقى المشروع كده مكلكع في دماغك كسره رح ماسك الحجر ودبه في الارض كسر مية حتة يبدأ بقى رتبه فبيترتب بقى بطريقة علمية ازاي تبدأ تمسك المشروع بتاعك وتبدأ تكسره لمراحل لمراحل ودي يا جماعة لما حد سألني في اول محاضرة قال لي ايه الفرق ما بين و صراحة شرحت سألليها اللي هي باختصار كده اللي هو بلان دو تيك اك دي هي البروجي مانج ضي اما بقى البروجي ليف ساي هي المراحل همري بقى المشروع نفسه اللي هي كل مشروع اللي مراحله المختلف عن التاني كل بيجم اللي مراحله فمثلا مشروع التور بيمر بمر مرحلتين على سبيل المسال يعني design phase و construction phase فهنا هتحلل المشروع بتاعك لtwo phases design phase و construction phase واحد عنده مشروع تاني لمراحل مختلفة اكتبها ايه مصحة وغلط حط المراحل بتاعتك زي ما هي هتتنفذ عندك في مشروعها وبعدين تبدأ تمسك كل مرحلة من دول وتبدأ تمسك الحجر الكبير والدشه تاني لأجزاء أصغر منه تعمل another decomposition تقوله والدزاين ده بنعمل في ايه بنعمل في conceptual design بنعمل في detailed design بنعمل في workshop drawing وبنعمل في as built drones وبعدين تبدأ تمسك تاني كل واحدة من دول وتكسرها تاني لأجزاء طب انا مطلوب اني مني ايه في detailed design محتاج مني architectural design civil design electromechanical design landscape design طب جوة civil انا جوة السبل محتاج ايه محتاج كذا وهكذا فإذا دي فكرة work breakdown structure طريقة سحرية تبدأ تجمع بيها scope بتاعك في شكل منظم وشكل سهل وتقدر تخاطب بيها other stakeholders وتخاطب بيها المقاوي اللي انت هتكيبه تشغاله او الاستشاري اللي انت هتبدأ تطلب منه الشغل or whatever بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا يبقى دا فكرة work breakdown structure طيب عايزك تعرف كم معلومة كده عن work breakdown structure work breakdown structure زي ما قلنا هو الهيراركي اللي بيجمع scope of work بتاعك في لوحة او صورة او شكل من الاشكال عناصره ايه هي عناصره عناصره هي المشروع المشروع عنصر من عناصر work breakdown structure الفيزيس والسب فيزيس والسب روجيكس كل دي هتعتبر عنصر من عناصر work breakdown structure الديليفرابلز والwork packages طيب ايه هي الفرق من كلمة deliverable وفرق من كلمة work packages الديليفرابل طبعا دا بتعريف الproject management institute لان بعض الكتب التانية عرفوا الديليفرابل بشكل مختلف شوية بس وجهة نظر البيمبوك guide ان الديليفرابل هي جزء من اجزاء المشروع بياد value للمنتج النهائي او للend user يعني مثلا انو انت بتعمل compound وخلصت فيلا من الفيلا الفيلا دي تعتبر deliverable تمعيني المشروع لسه مخلص لكن فيه فيلا خلصت يبقى دي تعتبر deliverable خلصت معلعب التنس يلا نجيب مضربين ونلعب يبقى الملعب التنس ده deliverable بقى قدم قيمة معيني المشروع لسه مخلص فدي فكرة او معنى كلمة deliverable من deliverable تاعت المشروع خلصت فيلا وعايز تعملها موكب عشان الناس تتفرج عليها عشان تشتري برضو يبقى الفيلا الموكب ديت بقت برضو deliverable اما بقى لو بتصب بخلصتانة الاعمدة بتصب بسقف الدول التاني دي كده work packages فده الفرق بكلمة work package و deliverable طيب مين مين بيعمل ال WBS اللي بيعمل ال WBS في الحقيقة التيم كل التيم بيشتغل في ال WBS فريق العمل لكن لو حد قالك هو مين ممكن يستفاد من ال work breakdown structure الاجابة هتبقى ال stakeholders كل المعنيين هيستفيدوا من موضوع ال work breakdown structure ده انا في الحقيقة كل الاجتماعات بتاعتي ترقيني حطت ال WBS بتاع المشروع في ال ال الاولينية من اي بريزنتيشن بعمله ليه؟ لانه بيخليني اعرف اتواصل مع الناس اللي انا بيشتغل معاهم بطريقة سهلة جدا بسرعة جدا نفهم المشروع ونفهم ايه المصلوب مننا ونفهم احنا عايزين نتكلم في النهاردة غير لما تدي واحد مثلا عقدة او كتاب فيه خمس تلاف صفحة وتقول له ايه خدك افهم المشروع طبعا الموضوع بيبقى يعني شوية مش كده حد لما حد بيطلب مني شغل طبعا بيشتغل مثلا في مشاريع قائمة بيجي حد يقول لي انه عايز اعمل كليم عايز اعمل مش عارف ايه عايزك تحللي فعشانا انا عود اقرأ بقى عقد كامل وقعد الموضوع فعلا عايز وقت كبير جدا اقول لا بص قعد اعمل ياخد منك ساعة زمن ولا ساعتين زمن وبعته لي لاني بص خلاص ده في نص ساعة في ربع ساعة في عشر ديائي بتقرى المشروع كله بتقرى المشروع كله وتعرف عبارة عن ايه لو انت عندك Work Breakdown Structure طيب ليه بقى ليه محتاج ال Work Breakdown اكيد طبعا خدنا بنا من قيمته اول حاجة زي ما اتفقنا ال Work Breakdown Structure ده يعتبر وسيلة communication لاجزاء المشروع بيبدأ يعبر عن المشروع بشكل بسيط بشكل Graphical بشكل قابل للفهم السريع دي اول ميزة الميزة التانية بص بقى الميزة التانية ال Work Breakdown Structure ده جماعة هيبقى هو البيز اللي هنشتغل عليها في التسعير اعنى ما بيجا سعر فسعر من خلال Work Breakdown Structure بتاعي بيبقى هو الاساس في التسعير وزي ما نشوف بردو ان شاء الله لو جالنا فرصة ان احنا احنا بنعمل الميزانية وقاعدين بنعمل طبب للميزانية بنعملها عن طريق Work Breakdown Structure فإذا Work Breakdown Structure دي مزايا اكترا جدا وانا بعمل الريسك بطلع على Work Breakdown Structure ببدأ احلل المشروع بتاعي عشا اطلع على المقاطر اللي ممكن يتعرض لها من خلال Work Breakdown Structure Work Breakdown Structure بيعمل حاجة اسمها او بيسموها Prevent Scope Cream بيمنع الانزلاق بيمنع ان انت تحيد عن الهدف بتاعك في المشاريع وبالتالي Work Breakdown Structure اللي مزايا كتيرا جدا في حاجة بيسموها Work Breakdown Structure Numbering System النumbering System ان انت تترقم Work Breakdown Structure بتاعي تديره ترقيم يعني مثلا ده واحد ده 1.1 ده 1.1 1.1 1.1 1.2 وكذا فده طريقة الترقيم لكل مربع عندي في او كل element عندي في Work Breakdown Structure بتاعي وبعدين في الآخر بيطلع عندي بقى Work Breakdown Structure اللي هو بيبقى انا كده عملت اول مصطرة عندي في المشروع اللي بنسميها Scope Baseline يبقى تاني كده عشان ما يبقاش انت تهت مني باحنا كنا بنتكلم على مرحلة التخطيط كنا بنتكلم على ازاي بابني مصاطر بابني Baseline المصطر المصطر دي اللي هقيس بيها الشغل بعد كده من غير المصطرة دي محدش يكلمني محدش يجي حاسبني حاسبني على ايه لو انت ما عندكش مصطرة وجاي تقول لي الارض دي طولها غلط ولا طبعا انت فين يا عام المصطرة مين قال ونقعد نتخانق ونجد لا فيه مصطرة تعال ايه حاسبني فإذا اول مصطرة عندي هي مصطرة الاسكوب اللي بنسميها scope baseline اللي هي بيبقى فيها بقى ايه فيها الwork breakdown structure وفيها الاسكوب بتاعي تمام طيب بص كده بقى تيبي سموها الاسكوب story هميلا قوي هتعبر عن الاسكوب او قصة الاسكوب تعال كده عشان يعني تحس معايا بقيمة علم الاسكوب management يعني علم يعني قيم جدا بصراحة وبص كده معايا لو انا حد قال لي ايه قال لي احنا عايزين نعمل مرجيحة عندنا في الجنينة قالوا ماشي يعني نعمل مرجيحة طيب بص بقى الصور دي هي طبعا حاجة فاني كده بس تخليك تشوف قد ايه علم الاسكوب ده مهم المرجيحة زي ما انتم عارفين عبارة عن ايه عبارة عن لان نفترض انت جبت حد مش فاهم يعني ايه مرجيحة فقال لك يعني ايه عم مرجيحة دي قلت له يا عم ده شايف الشجرة بتاعتنا دي هتجيب حبلين كده وتربط ما بينهم حاجة هو ده يا عم قال لك ايه ده ايه ده المرجيحة فراح الراجل عمل لك الصورة الاولانية اللي فوق دي انا مش عارف انتم شايفين الماوس وتحرك ولا ايه الصورة الاولانية دي المرجيحة عبارة عن حبلين وبينهم ضريفة تمام بعد ما الراجل عملي ده بتلو يا عم ده انا كان في دماغي ده في الصورة التانية انا كنت انا كنت يقول لي لأ ما انت ما قلتش بقى لا انا قلت وانت ما قلتش يبقى انت كده مش يبقى انت كده ما عملتش الواجب بتاعك في علم الاسكوب خيالت وقى معي يبقى حلو وبانت كده ايه الفرق بين الصورة الاولانية والصورة التانية اسكوب تعال بقى المصيبة الصورة التالتة مقاول بقى اللي هو ايه المقاول اللي عم عبدو? عايز بقى يوفر. قال لك يا عم مش المرجحة دي اللي انت تقعد طيب يا عم ايه? اح جاب كاوتشة عربية نص نقل مرمية تحت كبرى السيدة عيشة. وراح رابطها بحبل. ورابطها في الشجرة. وقال لك ايه طه ايه دي المرجحة? اللي انت هتقعد ايه? طبعا تقعد تصوت بقى لا يا عم ده. وتقعد تتخنق للصبح منا مين قاد? احنا ما كتبناش اللي يخليني اوجهه ان يعملي المرجحة اللي هي المريحة اللي هي في الصورة رقم اثنين من فوق دي. هلو كده? طيب. طب ده يا عم كويس. تعال بقى شوف بقى عم بقى مش عارف ايش عايز اقول اسماء اي اسم ايه او مش عاجبك. احط بقى في الصورة رقم اربعة دي. ايه اللي حصل بقى? الراجل مش فاهم اصلا الفونكشن. اذا مهم جدا يا جماعة وانت بتكتب اللي سكوب ان انت تحط الفونكشن الوظيفة اللي بيطلع ليها او بيحققها في مصائب وقضايا كتيرة جدا بسبب الصورة على فكرة تتبال انها مضحقة. طبعا احطين ان الصور دي حاجة كده فاني لكن في الاخر هي الكلام ده بيتحقق في الطبيعة على حاجات مستوى عالي جدا. لامثلة حقيقية بقى. تلاقي ان المشروع اتعمل اللي اتعملت بتاعتك ما بتحقق لكش الفونكشن اللي انت عايزها. يعني مثلا كان فيه مشروع في قضية مشهورة جدا في انجلترا حصلت بسبب ان المقاول اركب مثلا مواسير قط مواسير بملايين ملايين الجنات استرليني. والمواسير دي طلعت المادة بتاعتها بتتحلل من الليكود اللي هيمر فيها. فالفونكشن انا متحققتش المشروع كله باز. فاذا انت ممكن تبان لك ان الموضوع مضحك وموضوع ازاي يعني انا ورا حد ايوا ده فكرة مرجحة دي موضوع. لكن في المشاريع الحقيقة بيحصل الكلام ده بيحصل ان انت تكتب بتاعتك وتكتب وتتناسى الفونكشن اللي انت هتبدأ تحققها في الاخر من كتابة هذا الاسكوب. الكلام ده بقى حققه مثلا وانت بتعمل مثلا حمام لأصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا. فالحمام ده اكيد ليه فونكشن مختلفة او هيبقى بيتحرك بفونكشن مختلفة عن الحمام او ال WC العادي او وهكذا. فاذا الفونكشن مهم جدا وانت بتكتب تبقى عارف هتكتب الاسكوب ازاي بحيث ان هو يديك الفونكشن اللي انت عايز توصل لها. طيب. نيجي بقى للصورة اللي بعديها اللي هي مضحقة اكتر ان الراجل ايه? قال لك يا عم انت متضايق ليه? قلت له يا عم انت بفاهم المرجحة غلط. قال لك طب فهمني. يا عم المرجحة دي البتاع اللي انت علقتها في الشجرة دي لازم تتحرك تعمل تعمل تتمرجح. قال لك بس دي كده الفكرة وقام بدأ يعمل ايه بدأ يعمل بدأ يعمل وبدأ يعمل يقطع الشجرة عشان يخلي المرجحة تعمل وتمر من تحتها فبدأ يبوز الدنيا اكتر واكتر ما هي بايزة. فده برضو حد بيحاول بقى يقص ويلزق ويحاول يعالج فبيخرب الدنيا اكتر ويوصل لنتاج بايزة. فوالتالي برضو الدنيا فشلت معا. طب ايه بقى الصورة الاخيرة دي? طبعا لو انتم يعني كنتم موجودين قدامك كنت سألتكم الصورة الاخيرة دي بتعبر عن ايه? الصورة الاخيرة دي بتعبر عنها كتيرة جدا. بتعبر عن ان المشروع فشل ومبقاش فيه مشروع ومبقاش فيه سكوب اصلا وشلت بقى الشجر وشلت كل حاجة. الصورة الاخيرة دي بتعبر عن ان انت عملت المشروع بس مفيش بتديك الصورة بتاعت المشروع. بتديك ايه اللي حصل في الطبيعة. فده ممكن يعبر عنه فإذا المشروع عندنا يا جماعة عشان يتعمل صح لازم يتعمل سكوب صح يتكتب صح ويبدأ يتنفذ صح فدي كده باختصار شديد جدا نبزة عن علم من أحد العلوم اللي احنا بندرسها في علم المانجمين وبنتطبقها في علم المانجمين احنا اخذنا فاكرين يبقى احنا بنبني العلم صح وننفذه صح عشان يدينا نتائج صح طيب اخش بعد كده على علم تاني علم تاني مهم جدا يبقى احنا كده اتكلمنا على علم سكوب باختصار وطبعا انا بتكلم على الخطة لان انت برضو لما بتكلم الناس خطة على طول بيجي في دنامج برنامج زمني لكن الحقيقة لا الخطة هي اي حاجة بتخطط لها اسمها خطة اي حاجة بتخططها يعني السكوب لخطة زي ما شفنا كده الاسكاجول لخطة التكلفة لها خطة الريسك لخطة الكونتراكس لها خطة وهكذا فاحنا لسه في مرحلة التخطيط وخططنا ليه السكوب وعملنا المسطرة السكوب اللي هنقص بيها السكوب بتاعي لازم برضو اعمل ايه اعمل خطة للبرنامج الزمني وابني فيها البرنامج الزمني بتاعي في المشروع حلوة طيب ايه هو البرنامج الزمني البرنامج الزمني هو عبارة عن حاكتين رئيسيتين عبارة عن اكتيفيتز او تاسكز او مهام هتتنفذ وهتتنفذ امتى ده كده باختصار شيئة جدا فانت عايز تديني المهام اللي انا هنفذها وتديني يعني زي النتيجة كده عايز تقولي هتتنفذ امتى طيب بما ان المشاريع بتبقى غالبا فيها اكتيفيتز كتيرا جدا في عشان يعملها بأي طريقة تقليدية يعني لو هو الموضوع بسيط كنا عملناها لان انت اكيد انت كلكم كل الناس اللي بيسمعوني دلوقتي كلهم بيعملوا سكاجيولز لشغلهم ف بيعملوا بطريقة بسيطة على الكالندر بتاعت الاوتلوك او على ورقة او على الموبايل ببقى سهلة لان انت ما عندكش لكن المشروع بيبقى فيه اكتيفيتز كتير جدا يعني فيه مشاريع بتوصل لمئات الالاف من الاكتيفيتز فاكيد عايز طريقة غير تقليدية لعمل السكاجيولز بتاعي طيب عشان نفهم بقى فكرة السكاجيول وفكرة البرنامج الزمني وفكرة التكنيكس اللي بتستخدم وفكرة البرايم الحديثة اللي بيسموها اللاست بلانر وقال فرق بينها وبين بريمافيرا وماكروسوفت بروجيك لازم نبدأ نفهم او نحس بهذا العلم اللي هو علم السكاجيول مانجمين عشان نحس بهذا العلم بصراحة انا هبدأ اشرح لكم حاجة كده مهمة جدا بصراحة وبصراحة فرقت كتير جدا مع الناس اللي انا شرحتها لهم قبل علم السكاجيول شكروني علىها جدا ويقولي بدأت تفرق معنا جدا في الشغل بتاعي طيب لو انا جيت وعملت ايه جيت وقلت لك عشان تفهم علم السكاجيول مانجمين ده عايزك معايا تعمل الاتي ماشي انا كده انا انا عايز بس اجيب الوايد بورد طيب عشان مضي عشرة وقت دلوقتي انا عايز اعمل ايه دلوقتي زي ما اتفقنا عايز اعمل او عايز اقولك على حاجة لأعلاقة بي مانجمين مانجمين ف هنجيب ورقة او قلم ونعمل اللي انا هقولك عليه دلوقتي دا اول حاجة هتعملها معايا هتعمل حاجة اسمها brain dump brain dump ايهو الbrain dump دا اعمل حاجة اسمها brain dump يا جماعة يعني ايه brain dump يعني هتجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب فيها كل اللي انت بتفكر فيه مش دلوقتي يعني بس خد معايا خطوات دا تبدأ نفزها وهتدعيل ان شاء الله لو عملت الكلام دا انا بعمله بقالي دلوقتي 18 سنة او اكتب من ساعة ما تعلمته يعني الكلام اللي اقولك دا مش اختراع يعني دا حاجة حاجة لها اسس علمية كثيرة جدا مهم اول حاجة تعملها تعمل حاجة اسمها brain dump ايه brain dump بداية انت تبدأ تجيب ورقة بعد ما نخلص المحاضرة النهاردة او بكرة او براحتك انا بس حاولت تعملها فاصل عوقات وتكتب فيها كل اللي في دماغ ايه هو اللي كل اللي في دماغ اي حاجة على short run او long run على المستوى الشخصي او المستوى المهني يعني مثلا عايز اقول ايه انا ادرس واخد professional certification في المانجمين اكتب انا عايز اودي بنتي بكرة تعمل سنانها اكتب انا عايز اروح اقص العربية بتاعتي اكتب انا عايز ان انا اشتغل في شركة كبيرة اكتب كل اللي في دماغ حلو كده وممكن في الاول تبقى معصلك شوية العملية بس اقعد اكتب ويبدأ اطور الكتابة لغاية ما تكتب كده صفحة صفحتين ثلاثة اكتب اللي انت عايز كله زي مقلت لك كده على المستوى الشخصي او المستوى المهني عايز اخلص التقرير اللي طالبه مني مديري اكتب عايز ازبط السيفي بتاعتي عشان الوظيفة اللي انا بحاول اقدم لها اكتب اكتب بس اكتب ايه اللي انت عايز تعمله و خلص الورقة دي او الخطوة التانية الخطوة التانية يا جماعة ان انت هتبدأ تعمل جدول الجدول الجدول ده مكون من اربع مربعات زي كده تمام وهتبدأ في الجدول ده تكتب الات هتكتب هنا مهم وهتكتب هنا غير مهم وهتكتب هنا عاجل وهنا غير عاجل important not important urgent not urgent هلو كده طيب هتبدأ تعمل ايه بقى هتبدأ تجيب الكلام اللي انت كتبته من شوية الكلام اللي انت كتبته من شوية ده اللي هو في البريندام وتبدأ تاخده وتسقطه في المربعات بتاعته ازاي ده نقطة الخطوة دي مهمة جدا يعني تبدأ تاخد الكلام اللي انت جبته من او كتبته هنا وتبدأ تسقطه في المربعات في المربعات بتاعه المزبوط تمام فازاي تعمل الكلام ده لو انت عندك حاجة مهم وعاجل هتكتبه في المربع رقم واحد اللي هو مهم وعاجل يعني مربع رقم واحد ده اللي هو ايه مهم وعاجل اللي هو important و urgent والمربع رقم اثنين ده المربع رقم اثنين ده اللي هو not important و not urgent طيب وإيه ثاني والمربع رقم ثلاثة ده المربع رقم ثلاثة اللي هو important بس not urgent والمربع رقم اربعة هو هنا كان لا هنا سوري هنا كان هنا كان not important لكن مازال urgent سوري هنا not important بس urgent هنا المربع رقم اربعة ده هو not important not urgent حلو بص بقى في ناس كتيرة ممكن يقفوا عند النقطة ديت ولو ويفوا عند النقطة ديت ارمي كل اللي انت عنات ده في الزبال عشان بقى الكلام ده يبقى مفيد لازم تعمل معا الخطوة الاخيرة يبقى الخطوة الاولى print dump الخطوة التانية سقطت الكلام في الجدول تمام بس هديك مثال برضو قبل ما خش في المرحلة الاخيرة عشان بس يبقى الناس يعني ما عملوش الكلام بكده ومشوفوش يعرفوا بيتعامل ازاي يعني ايه مثلا important و urgent important و urgent يعني مهم وعاجل زي مثلا ايه انا عندي تقرير بتقدم رئيس مجرس الادارة بعد يومين ده لو ما عملتوش هتفنش بالشغل يبقى important وده بعد يومين يعني urgent يبقى ده كده important و urgent عايز اعمل ااخد شهادة احترافية important اه طبعا important بس urgent لا ممكن يكون هنا هو important but not urgent ليه لان انا مش بكرة عايز ااخد الشهادة الاحترافية ديت ولا بعد بكرة ولا بعد اسبوع وده مشوية ممكن شور ممكن فاذا هي important but not urgent يبقى ده المربع رقم ثلاثة اللي هو حاجات مهمة بس مش مطلوب مني حالا تتعمل طب المربع رقم اتنين ده اللي هو not important but urgent ايه ده في حاجة not important but urgent اه يعني انت ممكن مسلا ان يكون ايه عربيتك وزخة مثلا عايز تقسلها تمام غسيلة عربية نفسه حاجة مش مهمة لكن urgent مني مش عايز تسوق من غيرها فاذا هي ده فكرة not important urgent اما المربع رقم اربعة ده اللي هو not important but not urgent اللي هو ولا مهم ولا عاجل اللي هو مثلا انا عايز اتفرج على المسلسل بتاع مش عارف مين ولا مهم ولا عاجل الا لو انت شايف حاجة تانية فاذا هتملل ايه هتملل الاربع مربعات طيب بعد ما عملت الكلام ده ده خطوة رقم اتنين تانية يا جماعة الكلام ده مرتبط ددا بفهمك لعلم البلانينج يعني من غير فهمك اللي انا بشرحه ده علم البلانينج هيبقى مجرد كده حاجة تقليدية أو حاجة تانية في المشاريع ومش تحس بالعمق بتاعه والفوايد اللي احنا منطلحها من في المشاريع واني احنا نعمل يعني وانت فاهم اللي انا بقوله دلوقتي ده هيفرق معك كتير جدا بس خليت كمل معي ف دلوقتي احنا عندنا اول مرحلة تانية ملينا الجدول المرحلة التالتة ايه بقى المرحلة التالتة دي اهم مرحلة يا جماعة اللي بسميها الاكشن الاكشن ان انت نازم تعرف ان كل مربع من دول ليه وضع مختلف تماما وهو ده اللي الناس مش عارفاه كل مربع من دول ليه اكشن مختلف تماما وعشان كده احنا تعبنا وفصلناهم هم هم كانوا موجودين في اللستة الاولانية دي وخلاص انا تعبت وقسمتهم واحد واثنين لان الاكشن مختلف وهو ده اللعبة هو ده الاحترافية هو ده المعلمين تعال نشوف ازاي اتعامل مع كل مربع من دول اول مربع ده اللي هو اكتب معايا كده المربع ده ارمي بقى اللي في اديك ويرمي كل هو ده اللي بتعمل دلوقتي تمام انت كنت متلغبط وعندك حق كتيرة انا عندي كذا وعند التقرير وعند الشهادة وعند المحاضرة وعند مش عارف ايه وعند عايز اجيب ايه وودي البنت فين واجيب كل الكلام ده كان في دماغك خلاص دلوقتي تركز ارمي ابدأ اعمل اي حاجة في المربع البرتواني ده هتبدأ ايه تعملها دلوقتي دو اعمل في ايه ده اه هنا بقى لازم يا معلم تتعلم علم مهم جدا علم تقرأ في كتب وتقرأ في حاجات جميلة جدا كتوبة فيه اسمه علم الديليجيشن الديليجيشن لازم تتعلم تعمل مفيش قائد مش فاهم يعني ايه مفيش مدير مش فاهم يعني ايه دليجيشن ايه دليجيشن يعني طبعما الحاجة يبقى ديها لحد دين يعملها مش لازم مانا اللي عملها تمام يعني مثلا عربية بتاعتك عايزة مش لازم انت تروح تخسير لها ما تجيب يا عم حد تدي له ويروح يخسلها لك عشان توفر وقتك لحاجة اثمن حاجة اهم في حاجة برضو ان شاء الله لو جاءت فرصة عارف ساعته تسوى كام عشان يقدر يعمل الكلام اللي بقوله ده بشكل يعني في ناس كده جدا بتضيع وقتها ومش عارف انه يعني وما حد يقول لك ايه بص يعمل القائد ده بينظف البتاع بص قد ايه انا اقول لك ده راجل مش فهم اي حاجة في الادارة ولا تقول ازاي وده ينزل بايده يغسل ويمسح يقول لك يا ابني مش فهم حاجة انا بقول لك مش فهم اي حاجة لانه ده ساعته ده ساعته لها تأمن كبير جدا ما هو اي حد يقدر ينظف اي حد ممكن يغسل وانت الساعة بتاعتك دي استثمرها برضو للناس او انت عايز تخدم الناس بس اخدمهم بحاجة تسوى الساعة بتاعتك تمام الا بقى لو انت بتعمل الكلام ده بغرض يعني حاجة تانية ده موضوع تانية لكن لو بنتكلم بغرض البروفيشناليتي لا طبعا مش حاجة اسمها كده انت لك ساعة لها تمن ولازم تستغل ساعتك بالتمن بتاحها ولو مش تستغل بتاحها جيب حد يعمل الحاجة تعلم ازاي تعمل الديليجيشن تمام طيب طبعا الديليجيشن دي لها اصول لها اصول برضو مش عايز يعني ضع وقت فيها كتير بس حاول تقرأ عنها فيها لها اصول تمام من ضمن اصول الديليجيشن مثلا يقول لك ايه when you are delegating you are keeping the responsibility you are keeping the responsibility او ساعت بيسموها accountability يعني انت مسؤول على النتائج بتاعتها مش بترمي الحاجة وخلاص انت مسؤول على النتائج بتاعتها فلازم ما تيجي تعمل الديليجيشن تبع عارف هتعمل الديليجيشن مين وازاي تعمل الديليجيشن تمام فده كده مربع رقم اثنين طيب مربع رقم ثلاثة مربع رقم ثلاثة ده صنف على انه اه اه المربع رقم ثلاثة اللي هو ايه اللي هو important but not urgent ايه اللي بيحصل في المربع رقم ثلاثة ده اللي بيحصل في المربع رقم ثلاثة ان انت بيحصل لاي حد او عند اي حد في صفة مشهورة جدا اسمها صفة التسويف ايه صفة التسويف ان انت طيب يا عم دي لسه بكرة طيب خليها البعد طيب خليها اول السنة الجديدة او كذا بيبدأ الشخص يسوف الكلام اللي موجود في المربع رقم ثلاثة ده لغاية ما يحصل حاجة غريبة جدا يحصل ان المربع رقم ثلاثة ده يخش في المربع رقم واحد يعني الحاجات اللي في المربع رقم ثلاثة تروح مربع رقم واحد يقولك يا عم سهلة ولا خطير ولا حاجة يقوله ازاي يقولي لما خشك مربع واحد ده اتناو بقى اقوله ايوة تعالى معايا معلم اما بيخش في مربع رقم واحد بيخش في وقت ما يبقاش عندك فرصة ان تتعمله فاكرين لما قلتلك هو بقى خلاص قضي الامر وما عندكش وقت ان انت تنفزه وبالتالي انا عايز الحق المربع ده قبل مربع رقم ثلاثة قبل ما يخش عندي في مربع رقم واحد فاذا نعمل ايه بقى عشان كده قالك مربع رقم ثلاثة ده هو بقى هنا ده plan plan for it حلوة انت هنا منعك ان انت تقع في مشكلة رقم واحد دي انت دو اثناء ودو اثناء وما عندكش وقت وما عندكش عندك وقت يعني مثلا اي حاجة في مربع رقم ثلاثة عندك وقت ثلاثة شهور سنة اسبوعين فيش مشكلة ما تعملهاش دلوقتي لانها لسه مش مربع رقم واحد بس plan for it from now خطط لها من دلوقتي قول انا خلال الاسبوعين دول هعمل ايه كل يوم هعمل ايه خلال شهرين دول هعمل ايه وإلا هيجي السنتين يعدوا وتقال نفسك ما عملتش حاجة محلك سر فإذا اي حاجة في مربع رقم ثلاثة you have to plan it plan for it now طيب ليجي بقى المربع رقم 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 الخبراء بيقول لك مربع رقم 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 بيقول don't do it تعملوش اصلا ارم اللي فيه الزبالة على الرغم بقى اللي بيحصل ايه الناس اللي يعني ما فيش التفكير بالطريقة ديت اصلا بيحصل ايه بيحصل ان هو ماشي بالعكس ان هو تلاقيه قاعد يشتغل هنا اكتر حاجة تمام يعني اديك مساء تلاقي واحد في دماغه قاعد دلوقتي يقول لك انا عندي التقرير بتاع المدير وعندي الكورس مش عارف بتاع ايه وعندي ان انا مش عارف اصلح ايه وعندي ان انا اعمل ايه ينهر ابيض وعندي ادفع ايه ولازم اخلص ايه تلاقيه بعد كل الهم اللي قاعد يرسه في دماغه ده قالك ايه طب خلاص يعمل ننزل بقعد مع اصحابي الاول اتفرج على المسلسل وبعدين اتلاقي نفسك بشيت بالعكس مع ان الخبر يقول لك فهو دي المشكلة يا جماعة المشكلة ان انت لما بتكونش مرتب اولوياتك صح بشكل منطقي وشكل علمي بتلاقي نفسك بدأت ضيع وقتك في حاجات ملاش تازمة وتبدأ تعيد ترتيب اولياتك بشكل غلط خالص تقريبا بالعكس حلو طيب ايه علاقت ده بقى بالبلانينج والسكاجولينج ما هو ده البلانينج والسكاجولين انا بعمل كده في المشروع ما انا بقى سهلتها لك بالمثال ده اللي بيحصل في المشروع يا جماعة المشروعك بروجيكس بتاعتك هي مليانة حاجات برضو urgent وnot urgent وحاجات important وnot important وحاجات بيبقى urgent وimportant وهكذا كل الاربع مربعات ده الموجودة في مشاريعنا فلو انت مفهمتش فكرة ترتيب الاولويات على المثال الصغير اللي هو الشغل بتاعك انت الشخصي مش تعرف طبقها على مشاريع او مش تعرف طبقها صح على المشاريع لازم تفهمها على المنظور الزغير الاول لازم تحس ان في حاجات اولى من حاجات لازم تحس ان في حاجات مفروض תعملها delegation وتركز في حاجات تانية لازم تتعلم ان في حاجات ارميها في الزبالة مهما الناس ضغطت عليه لازم تتعود ان انت في حاجات لا تخطط لها ما تسيبهاش كده لغاية وقت تلزنقه وابدأ أفكر وهكذا فإذا الفكر اللي أنا شرحته ده ده في عشر دقايق أو ربع ساعة هو ده اللي هيخليك تطبق علم المانجمنت أو علم بالزبط بشكل مختلف أرجع بقى تاني لعلم العلم المانجمنت علم المانجمنت إحنا قدامنا ربع ساعة إن شاء الله كمان يعني عشر دقايق كده هوقف عشان نشوف الأسئلة فعلم بقى العلم المانجمنت هو العلم اللي أنا هابني به الفكر اللي أنا كنت مشرحه من شوية طيب بنعمل إيه بقى عشان بنعمل العلم المانجمنت بنعمل برنامج زمن برنامج زمن إزاي بيتعامل البرنامج الزمن ده البرنامج الزمن ده أول حاجة ببدأ أعمل حاجة بيسموها الـ Activity Listing الـ Activity Listing ده إن أنت تبدأ تحط كل الـ Activity أو الـ Tasks اللي انت هتعملها في المشروع عايزة عمل حفر وعايزة عمل ردم وعايزة صب مش عارف ايه وعايزة عمل نجارة وحدادة وصب ومعالجة ناس بتوال خلصانة وعايزة عمل system design وsystem development وsystem analysis للناس بتوال IT وprogramming ومش programming وquality كل الكلام ده بتحطه في لستة هتقولك ايه عم ده ده انت لسه من شوية بتقول ان في مشاريع فيها مئات الالاف من التاسكس دي تقولك اه طب انا بقى ها عاود اعمل الكلام ده ازاي ده صعب اوه اقولك لا هو سهل جدا لا وعملته بالطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي ايه الطريقة دي الطريقة دي بنسميها rolling wave planning rolling wave planning ان انت وريدي كان عندك work breakdown structure اللي هو ده صح تمام لو انت مسكت كل work package عندك في المشروع وبدأت تقول انا هعملها ازاي انت خلصت البرنامج الزماني بتاعك بكل سلاسة وبكل بساطة يعني مسلا لو عندك خرصانة بورك باكش بيقول خرصانة مسلحة للأساسات او هتصبح بالأساسات فديجي تفكر هو ايه الاجتباتيز اللي انا محتاجة عشان اعمل أساسات محتاج نجارة وحدادة وصب معالجة وفك شدة ايه activity list بتاعتي تمام فاذا لو انت عندك work breakdown structure وده مفروض يبقى عندك زي ما اتفقنا يبقى بسهولة جدا ممكن تعمل activity list طيب دي الطريقة اللي انت بتشتغل بها الاول مرة يعني الاول مرة بتبدأ تعمل برنامج زمني بتعمل بتعمل بطريقة دي تمام او بتعمل مشروع لاول مرة برضو بتشتغل بطريقة دي او بتعمل مشروع فيه حاجات يونيك برضو لازم تتعلم البيزيكس دي لان مهما كنت محترف اكيد هتلجأ للطريقة التقليدية دي في بعض الاحياء وليه الطريقة بقى اللي هي مش تقليدية الطريقة اللي مش تقليدية ان احنا بنعمل ايه ان احنا بنجيب activity listing من مشاريع مشابهة مشابهة ونعمل لها tailoring نعمل لها customization هو ده اللي بنعمله انا ما تيجي مثلا تقول لي وليد انا عندي tower meet door وعايزك تعمل لي برنامج زمني ان بقعدش بقى اتفكر وقول لك package لا طبعا مش هخلص اتفكر انت بتدي ايه برنامج زمني انا في خلال 3-4 طيان بديقول لك بديك برنامج ازاي لان انا بشتغل عن طريق templates عندي اوالب جاهزة فيها الشغل اللي انا او activities اللي انا عايز احطها تمام بدي كده اسمها activity listing بتاعتي طيب وانت بتحط activity listings حط لها attributes بتاعتها حط لها الخصائص تخلي البرنامج الزمن بتاعك يبقى قاعدة بيانات الناس كلها تدي لك وهي محتاجة اي data مهم اول الكلام ده يعني ايه attributes يعني اي معلومة ليه علاقة بالactivities اي معلومة زي ايه يعني الactivities دي مين اللي هيعملها فقاني منطقة في المشروع ايه material اللي انا محتاجها للactivities دي دي كل اسمها attributes طيب عندي كمان لكل activity عندي حاجة اسمها estimate resources ايه ال resources اللي انا محتاجها manpower material انا بحب احطوهم كده عشان سهولة التذكر انا بسميهم 3M's المانباور والماتيريال والماشيناري هم دول غالبا معظم ال resources اللي انا محتاجها في اي مشروع محتاج manpower مع عمالة ومشرفين ومهندسين وواتفر يعني مشروعك محتاج ايه محتاج خمات اسمنت زلط رامل حديد محتاج ماشيناري لودر وكذا محتاج subcontractors طب ليه حطيت subcontractors اللي وحدها لان انا لو عندي subcontractor ماسك شغل من ضمن الشغل اللي عندي في المشروع لو انا من contractor مثلا وعندي مقاول button انا مش محتاج اعمل management او micromanagement عجوزئية ديت يا جماعة وديه من الاخطاء اللي الناس بتعملها لا انت مش محتاج هو المقاول ده subcontractor ده هو اللي هيعمل micromanagement على شغله انا مش هعمل انا حط بس subcontractor يعني بمعنى اصح لو انت جايب مقاول خلصنات في المشروع بتاعك ما تحطش هنا بقى اسمنت وزلط ولا خالص حط بس مقاول الباطن وهو مقاول الباطن ده بتاع الخلصنات هو اللي هيعمل لك الشغل ده بتعملوش انت طيب بعد كده بنعمل بعد كده بنعمل حاجة اسمها estimate duration estimate duration بنيبدأ نطلع هو النشاط ده او التاسك ده محتاج وقت اقدي ايه عشان يخلص طيب اطلع الكرام ده ازاي بسهولة جدا فيه معدلة بسطة جدا المعدلة دي بتقولك ايه بتقولك duration بتساوي الكمية quantity على معدل الاداء في number of resources تاني المعدلة بتقولك ان duration الوقت اللازم لاتمام اي نشاط عندي في المشروع يساوي كمية الشغل اللي فيه على معدل الاداء في عدد الريسورس يعني ايه يعني مثلا لو عايز احفر حتة ارض هحفر كم متر مكعب احصر اعمل حصر للارض هلاقي مثلا طول في عرض في ارتفاع او في عم تديني مثلا 10.000 متر مكعب راملة يبقى دي كمية دي الكوانتيتي طب انا هحفر بايه بلوادر طب معدل اللودر في الحفر قد ايه مثلا اللودر بيحفر كم متر مكعب في اليوم على حسب طبعا نوع الراملة او نوع الصخرة او نوع الحاجة اللي هعملها وبتشوف كده المعدل الاداء بتاعه عامل ازاي وعندي كم لودر اتنين فيبقى انت بتقسم 10.000 على مثلا 50 متر مكعب على 10 لوادر يديك الديوريشن اللي محتاجة عشان تحفر حتة الارض دي فده كده طريقة حساب الديوريشن فوجود الاكتيبيتي لست والديوريشن ده هيبقى الاساس ان انت تبدأ تدخل المعلومات للبريموفيرا يفضلك بس معلومة بسيطة بس واحدة اللي هي ايه اللي هي ان انت تبدأ تعمل سيكوانسين للاكتيبيتيز تعمل لوجيك للاكتيبيتيز تقول مين هيبدأ بعد مين ومين هيبدأ او هيخلص بعد مين ودي ان شاء الله اكلمكم عليها المحاضرة الجاية مع الكوست استيميشن مع التسعير ومع الريسك لو لقينا الوقت مناسب فقف عند النقطة ديت وابدأ نستقبل الاسئلة ان شاء الله اللي بتاعتكم كل مرة الجاية نكمل ان شاء الله باش مهندس عمر شكرا شكرا مشوانس وليد على المحاضرة ممتعة جدا شكرا شكرا اه أستاذنا حراركوا لو فيه اي حد عند سؤال يا من ريس هند عشان المانس وليد يعني رضع الاسئلة كلها ان شاء الله قبل ما نخرج وهيتم نشر الجوجل فورم دلوقت عشان الناس سجل عشان الشهادات ان شاء الله في اخر الكورس مهندس احمد سطيفي تفضل تفضل باش مهندس احمد يلا الله اعطيك العافية مرة تانية أستاذ وليد شكرا الله يسلمك يا سيدي ودعينا لك من دون الساعة من طب الماتريكس يلا اخارك فيك يا سيدي شيء جميل طيب انا كان عندي هلا سؤال من اخر سلايت موجودة او قاد وهذا اكتر شيء نطبق خاصة بالسوق الالمانية لحنا اكتر برامج تستخدم اكتر من برامج برامج معروف العربية وعنا اكتر تستخدم الترتيب يعني نحن بيشتغل على الـ 3 قبل الـ 2 يعني بيحط عندهم الـ برامج ولكن كما تخبرتنا عن أن نرى أو واجهنا الكثير مشاكل في نفسه ماذا تعليقك أو ماذا خبرتك من السوق الإنجلترا أو المنطقة الأوروبة تذكرنا أن هذا المنطقة العربي الناحية أنا أيضا لم أفهمت السؤال بالضبط بصراحة ممكن أن تصغلي السؤال أنا أفهمت ما تريد أن تقوله لكن ما هو السؤال؟ السؤال أنه مشان تفادي هيك غلط مرتبط بالسوفتوير المستخدم ما هو أفضل نصيحة أو ما هو خرج واحد يتفادها المنطقة العربي الناحية التي يتبعوها يعني هي الشغلة عبارة عن كالشتر بالبروجيكت منجوينت أنا مش أفهم أن هناك مشكلة أساسا ما هو نشتغل بالماكسوفت بروجيكت بنشتغل بالبرمافيرا بنشتغل بالبرايم ما فيش مشكلة هي الفكرة بس أن البروزيس كلها تبقى محطوطة صح يعني أنت لما تعمل بروزيس بتاعتك البرمافيرا أو مكسوفت بروجيكت أو برايم أو حتى الإكسل في الآخر طول لو الطول دي اتحطت صح مع الميكانيزم اللي انت شغل بيه ما فيش مشكلة إلا لو واجهك مشكلة بنبدأ نقول لك المشكلة دي حصلت عشان الطول دي ليها معينة عشان كده ممكن ما خبالك؟ يعني أنا مشوف المشكلة يعطيك العافية إذا حددنا المشكلة المشكلة هون بالشفافية أو بالترانسبرانسي يعني أنا ما عجب شوف عندهم شوفية الريسورس يلي هو بنا علي جدوله الزمني هاي هي مشكلتي الأساسية كده تمام كده كده نقول حلوة قوي وده إن شاء الله أنا كنت ناوي أتكلم في المحاضرة الجاي من ضمن البروسوس المتكاملة بتاعة بنعمل حاجة مهمة جدا 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 اسمها السكاجول كونفيدنس باكيج السكاجول كونفيدنس باكيج السكاجول كونفيدنس باكيج ديت أنا عن نفسي لما بشتغل كنت شغال كتير مع كلاينت يعني كلاينت كوبار يعني لما بشتغل باكيج ما كنت شكت بأخذ المئاول تقدم برنامج الزمبر ليه في الزبالة لم يتقل فيه إلا عندما يقدم لي مع البرنامج الزمني السكاجول ما هو السكاجول السكاجول اللي هو بيحط لي فيها كل المعايير اللي هو اتباحها في إخراج البرنامج الزمني يحط لي فيها البروتاكتيفتي ريتس اللي اشتغل بيها ما هو جاب لي منين الافتيفتي خمس تيامة والمعادلة دي محتوطة حسبها معناه لا أنا عايزي أحطيلي بقى الـ productivity rates اللي هو استخدمها وجابها منين يعني ألفها ولا هي دي النورمز اللي عنده في الشركة بتاعته ولا جابها من الموسوعة الفلانية ولا الموقع الفلاني أو published وأكذا فلازم يديني الـ productivity rates لازم يديني الـ number of resources اللي هي resource histograms اللي نتكلم عليها لازم يديني الـ methodology اللي هو يشتغل بيها لأن الـ constructability أو الـ methodology أو يسموها الـ method statement في بعض الشركات الـ method statement هي اللي هتوارينا هو يشتغل ازاي وهتنعكس ازاي على عمل البرنامج الزامع اللي هو بناء اللي هو الـ develop وكذا فدي مهمة جدا إن شاء الله يعني أبعث لكم الـ structure بتاع بيسموها على فكرة بعض الشركات عشان برضو يعني مصطلح confidence package مشهور جدا في الـ oil and gas يعني كان اكسون موبيل مستخدم المصطلح ده لكن في بعض الشركات بيسموها الـ schedule narrative عشان برضو تبقى عارف المصطلحات المصطلحات المصطلحة نعم جزاك الله خير شكرا متى لا أعطيك العافية وياكم طيب بش مونتس أحمد عايزة تفضل السلام عليكم تشرفت بحضراتكم جدا ومشاك الله يعني شرحك هو الرائع كان عندي بس استفسار بسيط كده وسؤال بسيط كده بالنسبة للـ planning لو عايز اعمل بريفايز زي ما حضرتك وضحت بريفايز اللي هي الصوات عن طريق اللي هو الغير مهم ومهم وعاجل او غير عاجل في اي صفت وير ممكن حضرتك ترشحوا ان احنا ممكن نستخدمه في كده على المستوى الشخصي يعني؟ اه بص على المستوى الشخصي في حد وراني برنامج على الاندرويد على الموبايل بيعمل بالزبط اللي هو نفس الـ structure اللي أنا كنت بعمله ده بس أنا على الناس جبطيا أنا يعني للناس اللي قدام شوية لغاية دلوقتي بعمله عن طريق برنامج على الايفون اسمه list list لونه أصفر كده لغاية وقت وراي كنت بعمل على ورقها كنت بجيب ورقة بيضة وبعمل فيها المربعات ديت وبقعد ناولها بالـ highlights وشغبط وخلي بالك لغاية من ورقة تشغبط خالص اروح جايب ورقة جديدة وكذا ممكن تعمل جدول على الكمبيوتر لكسل وتطبعه كذا نسخة وتعود تملة فيه لان في الأول أنا أنصح ان انت تعملها على ورقة وتملةها بالألم لغاية ما تبدأ تتعاود عليها بمتستخدم اي software يعني نهي الفكرة على ورقة تبقى مرهيقة يعني لو انا مثلا هتحرك في اي مكان هيكون فيه صعوبة فكي software أفضل معي على الموبايل او على الناب ما انا بقول لك الاندرويد فيه برنامج روعة يعني زي ما احنا كنا شاغلين كده بالضبط حد وراهولي قبل كده مش فاكر اسمه لو عملت سرش هتلاقيه لكن في الايفون اسمه لست لست تمام فالله اسميشنا هقدر سرش علي إن شاء الله شكرا لحضرتك جدا نستبدل مع حضرتك كتير وبنية وفاك إن شاء الله شكرا شكرا لحضرتك عشان اتجاوز انتحانا ان شاء الله بص يعني لو مهندس عمر عملوا زي مكتبة كده للجروب او للمانجمنت ان شاء الله احطلكوا فيها مجموعة كتب قيمة جدا من ضمنها ملاقص انا كنت عامله على البرينس 2 وعندي برضو كتاب كويس جدا عن البرينس 2 ممكن بسرعة كده ويمكن نبقى برضو نرتب محاضراتين بدخلكوا في البرينس 2 كميثودولوجي بشكل سريع يعنى إن شاء الله ف هنأكلم مهنسى عمر على الموضوع ده وإن شاء الله نزل لكم البرينس 2 ملكك بتجهحها هي أكتر أ NYUマ Block لا طبعا ray App ملكك بتجهحها هي أكتر أ конечно لا الا Blood Okay البي ام بي ارجحه اكتر وبالذات في العالم العربي او انا بتكلم ان البي ام بي كشاركة اوسط او لا يبقى البي ام بي طيب سؤال ثاني هراجتك بتقوله مت شوية الاسكادول النارتب الاسكادول النارتب هي بتبقى كمكونات انا شغال بلانيج وكسر انا ما باجى قدم الاسكادول للكلاينت او للكلاينت بقوله ان انا عملتي اخي البرنامج بانيته ازاي الاختصارات تلك الاكتر اي دي المبنية على اساس تلك وبحطلت يعني اتشارك معينة لتوصف له البرنامج شكله اين هل ده احراك هيا هيا دي هيا دي هيا دي هيا دي اه هيا دي هل بقى انت تبقى متكاملة ومتكاملة دي ممكن ابقى بعتلكوا ايه الكمبونانس كاملة بتاعتها بصور ايه هو انت بتتكلم هيا دي اللي احنا بنكلنا اقضي عليه طب ايه اللي standard للمنصي الريبورت اللي بيتقدم للسكادول ايه يعني ايه اللي بيتقدم للسكادول يعني المنصي الريبورت المنصي الريبورت اه ايه اللي standard لها حدك او اللي تبقى واضحة اكتر بص monthly report عشان يبقى effective زي ما اتفقنا انت report نفسه لازم تقسمه levels تمام برضو عامل زي hierarchy كده يعني مثلا لو نيجي للداشبورد ما الداشبورد دي monthly report يعني ان هي بتدي top management مجموعة من data تيجي تنزل senior management مثلا level تاني من data فعلى حسب ال report ميلا يشوفوا المنتر ده بيبدأ component تحت تختلف فبرضو ان شاء الله يعني لو عملنا المكتبة بتاعت الجروب دي انا نزل لكم templates لكل level اقول لك مثلا لو انت عندك top management وعايزين يشوفوا بس ورقة واحدة ايه افضل منظر ممكن يشوفوه ايه المكونات اللي ممكن يشوفوها عايز يشوف مثلا earned value عايز يشوف ال progress عايز يشوف delay عايز يشوف issues عايز يشوفها كاسب لو انت نزلت ال label تاني عايز وهاكاسب غايت ما عايز تنزل ان انت عايز يشوف بقى the activities اللي متأخرة ومين اللي مأخرها وعند اي واحد في المشروع وهاكاسب فان شاء الله نزل لكم templates للكلام ده انا شكرا 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 دكتور ابرحيم تفضل سلام عليكم وشمن تريد اهلا سهلا انا سهلا الله يبارك سعاتك يا ربي مرغي الله في عمرك واجزاكم الله في خير وياكم وزاعدكم الله من فضل وعلم الله يبارك فيك طبعا انا الحمد لله انا معي البيم بي وبيمو والرم بي ما شاء الله عليك يعني احضرها عشان بس استزيد من العلم والواحد يعمل بلشمنت ثاني نفسه وكدا فضل الله الله يبارك فيك انا كنت شغال برضو على ميجا بروشيكت كنت بستخدم في دامنا المستوذي جدي كلها كان معاي برنامج طبعا من الكلينت كان شرطه في العقد بي سي ام دا البرجرام كنترول مانيجمنت تمام طبعا دا كان بيعمل لك كل الانترفيس ما بين كل اللي حدتك كلمت علي النهاردة بالوضافة اللي بس هتكلم عني تمام اه فطبعا اه زي ما البشواندس الولان اللي سأل بخصوصة الامس بروجيكت والبرم بيرا وفيس وانتجريشي ما بين البرجرام دوت مع البرم بيرا مع برامج تانية بحيس ان انت برضو بتاخد كل البروجرس ديلي عشان توصل لطارقة اللي انا طبعا كان المشروع راج بروجيكت وغلوكت واربع عشرين ساعة شغالية مش بالنهار بس تمام كان انت خالها نحلة شغالة وموال كبير زي اكيد حضرت انت حاكمة من الراج بروجيكت زي داتا طبعا بالنسبة للبرامج الزمنية المفروض نبقى كولسترين عليها وانها لازم تبقى يعني يبقى كولسترين عليها المالك حتى عن طريف الستيطس بروجيكت بلولو اكسز وولو اصطاف مهندسين احنا برسة شاركونا هو اصطاف كاكلاينت وبنبتدي وبس الصوت الاسف بيقطع انا الصوت قطع عندي يا جماعة بس طيب محاك عاك عاك يعني انا بكلم طبعا كحاجة ايديال بس انها كوست بلولاك ان ما هيش برامج سهلة بلها لايسنز لايسنز عشان عدد الاشخاص اللي بيبقى اكسز عليها كمان أهدا بقى الحاج기 يشترب ملايين كمان على فكرة برنامج ده وأخبر قليلا لساعاتك تمام فأكيد يعني بحكم شغل ساعاتك ماشاء الله ان الشركاتكم مشهورة ومعروفة ابا ع السعودية عندنا هنا فالليدي اللي برضو كنت أحắcر بهم في بعض المشايل الحراسة اللطنية برضه كان انشغلنا على نفسكم سيئلة عليا وإنجا وليس سؤال المداخلة ليس سؤال تمام تمام واضح على العموم البروغيرا منزلة صفتوير بقالها كم سنة هو ده يعني اللي شغال في المجال بتاع البلانينج والكوست كنترول والمانجمنت والكونتراكس لازم يبدأوا يقروا عنه اسمه يونيفاير يونيفاير هو بصراحة هو ده الاتجاه الجديد للدنيا رايحاله في المجال ده ممكن عاك تبعت اللينك بتاعه بصراحة دي اعرفيه بعد حدث اكيد اكيد ان شاء الله شكراك الله عليك وما شاء الله عليك الله يخليك شكراك 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 الله عليك شكراك الله عليك شكراك الله عليك سلام عليكم وبركاته كنت عايز أسأل حضرتك مدير مشروع قبل كده وكنت عندي مشكلة دايما في إن أنا إزاي أحسب البرجرز بتاعي هل أحسبه بالوقت بالنسبة لوقت المشروع كله ولا بقصت بتاعي لأنني نفسته بالنسبة لقصت المشروع كله يعني إيه قبل كستاندر دايما كنت تتالك خاصة البرجرز اللي بعد زهرك يعني إن أنا أحيانا لما أحسب بالقصت إن أنا مثلا ممكن أورد المكان مثلا ويكون المكان غالي جدا وما بياخدش وقت توريره يعني يا دوب أنا بعمل الاعتمادات السبتلس الأبروغ وبأورد على طول وبيبقى مثلا مبلغ كبير كده ممكن يساوي 50% من المشروع بمقابل مثلا إنك إنت علشان تبني الغرفة بتاعته اللي أتنزل في المكان ده محتاج مثلا ممكن مدة كبيرة جدا فأنا هنا أقص بالقصت ولا أقص بالقصت ولا أقص بالوقت ده أسرى طيب الإجابة قولا واحدا اللي لازم نقص بالوقت من قص بالقصت القصت بيدينا يعني مصطرة مضللة للبروجرس وهديك مثال بس صريع قوي كده عشان بس لو لأننا دايما بحب أدي الأمثلة لأن دايما بحصلت كده في الموضوع ده في الشركات وبتبقى أنت بالذات لو أنت ما عندكش يعني خبرة كبيرة في الموضوع ممكن يعني تخش في جدال وتبقى متدايق ومش عارف تجاوب هقولك تجاوب عن ناس بسرعة اللي بتعلم السؤال ده إزاي لو أنت عندك فيلا بتبني فيلا والفيلا دي صاحبها بمزاجه كده عايز يعمل الفساد أو الوجهات الخارجية من نوع معين من الرخام الغالي جدا فالفيلا مثلا هتتكلف 3 مليون والفساد ده هيتكلف 3 مليون لواحد هو الرجل عايز يجيب حاجة من أسبانيا كده مهم فدلوقتي تخيل أنت كده خلصت الفيلا كلها كلها خلصت فاضل بس تعمل الوجهة الخارجية وجي حد قال لك هو البروجرس كام لو أنت بتحسب على الكوز هتقوله 50% فأي حد هيسمع الكلام ده يضحك عليك 50% عام الفيلا خلصت فاضل بس الفساد فعشان كده البروجرس لما تقس بالكوز تتخطر كبير جدا وبيديك يعني فعشان كده ما بنيجي نقيس البروجرس لازم نقيسه بالمان آورز المان آورز عن طريق البرودكتيفتي عشان كده البرودكتيفتي لازم تكون عندك النورمس عندك جداول حضت فيها البرودكتيفتي ريتس بتاعتك اللي انت تشتغل بيها وبتطورها مع الشغل ومع العمالة بتاعتك عشان فعلا تخط حاجة فعلا معبرة تبدأ تولد 30% بفعلا بتعبر عن 30% ألف شكر لحضرت كبير مادة ألف شكر ألف شكر ألف شكر ألف شكر ألف شكر بشون سعيدة لو في تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحقيقة بشون سوليد مش لايين كلمات معبر بيها عن مدى الشكر والعجاب ونترك ذلك للمولى عز وجل أنه يتفق ويجعل هذا العلم من أبواب العلم النافع في ميزان حسنتكم بإذن الله آمين يا رب ونشكر بإم عربية ونشكر المهندس أمر وجزاهم الله وكل خير ونشكر المهندس محمد أشرف القائم بالتنسيق ونرجو حاجتين أولا تنسيق أو ترتيب محاضرة كاملة بإذن الله بعد العيد بتفصيلية بقى من محاضرتك في مجال الBMB ثانيا نرجو القاء مزيد من الضوء على موضوع الداشبورد أكيد إن شاء الله وألف شكر مرة تانية عفوا شكرا شكرا جزيلا المهندس سعيد التوفيق مهندس عمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام السلام سلام بشماندس بشماندس سون اللي عندنا بس كزا سؤال لو حضرتك يسمح أول حاجة كمدير مشروع كمدير مشروع ازاي الواحد يطور نفسه كمدير مشروع وازاي أهل نفسه العمل في مشاريع كبيرة أو مشاريع عالمية الحاجة التانية حضرتك شرحت قبل كده في المحضرات السابقة اللي لازم مدير المشروع يكون على اطلاع بمختلف الحاجات الجديدة بتكون موجودة في السوم الموضوع ده فعلا الواحد بحاول يكون مليمي بيه بس بيقابلنا مشكلة التشتتت يعني انت بيكون عندك كزا حاجة البيان من فتحة وما عندك بتعمل عندك برامج جديدة بتنزل فالموضوع بيكون في مجالة الموضوع فيه تشتير كبير ايه المين بوينت الواحد من فقط يركز عليها بحيث بجايد فيها حاجة مخصوصة تشرح طيب بالنسبة للتطوير ازاي تجهز نفسك للتعامل مع المشاريع الضخمة في الحقيقة فيها شقين فيها شق ان انت بتتطور فيه العلم بتاع دارة المشروعات كعلم يعني بس فيه بصراحة شق ثاني انا بصراحة يعني فكرت فيه قبل كده لقيته مش هينفع على الاسف نتجاه له هو حتة ان انت تبقى بتشتغل مع حد محترف وده النفسي يعني الناس اللي عندها يعني خبرات وحاجات تتبنى الناس التانية لان احنا اتعلمنا كده انا الجيل بتاعي اتعلم من الناس اللي هي اللي كانوا سبقونا في علما وخبرة وبدأوا نقول لنا الكلام دي ان فيه مهما زي ما اتفقنا زي مهما يعني انت طلقة العلم وطلقة يعني بيبقى طريقة تنفيذها ليها برضو يعني يعني ليها خبرتها فده اللي انا بصراحة مش عارف في ازاي يعني فعلا يتعامل ويوصل للناس يعني احنا نحاول توصل الناس العلم لكن بيبقى دايما فيه لميتيشن اللي انا بوصله اكيد فيني متاش لكن اللي انا عايز اقوله اللي هو حتة بقى اللي انا بدأت فيها ديت ولا هي مش موجودة للأسف ولا في البي ام اي ولا في البرينس اللي هو اللي هي اللي انا بديتكوا فكرة عنها اني ازاي العلم داي يبقى محطوط بطريقة تنفيذية ما يبقاش مجرد كتاب وعلم جامد يبقى ازاي بيتنفذ وده اللي لسه بدأتش فيه او لسه انا بس بديكم البيزيكس بتاعتو يعني لو جيت ان شاء الله فرصة اشرح لكم بروسس عمليا بنشتغل فيها ازاي وشكل الجدول بقى اللي بنملاها وشكل الميتينجز اللي بنعملها وبتدهار ازاي الكلام ده الموضوع ده هيقربك جدا شوية لكن برضو هيزال برضو حيثت بقى ان انت ما تيجي تطبقها لو انت تطبقتها لوحدك اكيد هيبقى هتقابل شوية مشاكل غير لما تطبقها في اول مرة مثلا تحت اشراف مثلا حد فاهم الموضوع او حد عمل الموضوع او حد خبير في الموضوع فبس طبعا هي خطوة مهمة خطوة مهمة ان انت تطور نفسك فهذا الاتجاه انت تبدأ تدوس في حتة العلم المانجمن ده وتقرأ عنه وتفهم يعني الطرق التطبخية بتاعته زي ما انا ان شاء الله هبدأ اديكم شوية داتا وشوية تمبر شوية حاجات ده اول سؤال السؤال الثاني بقى بالنسبة لي المجال نفسه زي ما اتفقنا ان زي ما انت كده بتقول انا عندي نجار انا هجيب نجار النجار ده بيجي ينشر الخشب فبيجي معه سكينة معه من شار فاذا فيه طول الطول دي محطوطة عشان تعمل الادادات مش بس كده لو النجار معه منشار عادي ولا منشار كهرباء المنشار الكهرباء احسن واسرع واقوى وادق كويوي فاذا يبقى احنا نطور نفسنا في معرفة الادوات انت المانيجر برضو ليه ادوات زي ما اتفقنا زي المنشار كده بالظافت فيطور نفسه في الادوات اللي هيستخدمها وكل ما الادوات انت عرفت الادوات نفسها كل ما قدرت تطورها زي ما انا مثلا ايه واحد بيعمل سراميك وتشوف ركب وكلها مهرية لانه مش عارف ان فيه طول ممكن تلبسها وانت بتطور تتركب السراميك على الارض بتحميلك رجلك ركبك من انها تتبهدل كده فاذا لازم الاول تعرف ان فيه طول موجودة دي اول خطوة خطوة تانية تبدأ تعرف بقى ان الطول دي تعمل ايه وبعد كده تبدأ تتعلمها الحتة اللي انا قلتلكم فده النصيحة التانية يعني انت تبدأ تعرف والحاجة التالتة بقى ان انتوا حاولوا تتابعوا المؤتمرات وفيه دلوقتي مؤتمرات بسبب الكورونا بقيت تبقى اونلاين ممكن تحضر مؤتمر دلوقتي عن الخرصانة تكنولوجيا الخرصانة اونلاين تحضر مؤتمر عن احدث الوسائل البلانينج اونلاين العقود الكليمز الفيدك الكلام ده كله فبقى متاح دلوقتي بشكل جيد اونلاين تتابعوا وتقدر تتعرف على احدث ما وصل لي العلم في هذا المجال تريم اخر سؤال انا ايسف بشون من سوليد باندس كاميل بشون 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 ماليكم ماليكم السلام بقول الحركة بشون دلوقتي كلمة لوج دي انا مش فتلهاش ترجمة بالعربية ترى ايه الكلمة المقابلة بالعربية اولا اه ممكن احيانا فعلا بس اسئلة الترجمة دي ببعبش جوابها ف اه هقولك معناها معناها اه يعني مثلا ايه انا اضرت مع حضرتك المعنى المعنى اللي هو عندي وفيها داتا معينة مثلا وانا بجمحها في فورمة واحدة يعني اعضر مثلا احصائية معينة او اخذ قرار او او الاخر فده لوج دا ماشي انا فاهم بس اعضر ايه طب خليني بقى يعني اه اه سؤال حلو يعني بصراحة خليني انا مش مش في اني حاجة الوحيدة الحاجة نقطة تانية برضو الوقت الماتريكس حركت كلمت عنها بطاعة الimportant والd urgent اعتقد كده من معلوماتي القديمة انه دي في ال self management صح اه بعمل امتا وامتا بشتغل بنفسي كده لكن project management اعتقد ان كل حاجة important يعني فيه contract محد وكل حاجة فيه فما فيش حاجة تعتبر مثلا not important او كده كده اول حاجة الجوز الاولية صح مليون في المية ان الكلام ده موجود في self management وفي self management طبعا ده كلام وطايم management لكن انا شرحته لان ازاي تربطه بقى كفكر كفكر مع المشاريع فيها important not important وفيها حاجة urgent not urgent تحليلك للمواقف والشغل بيبقى فيه حاجات كثيرة جدا not important يعني مش في اولوياتي او مش في الحاجات اللي انا مفروض اعملها اتخليها دي دلوقتي مضيعش فيها وقت يعني احيانا فعلا بتلاقي نفسك كproject manager بتتاخد في حتة تضيع فيها وقتك وتبوز بها مشروعك يعني ان شاء الله فيها فرص يعني نتكلم عن الموضوع ده احنا نعمل cost control system لأحد الشركات في قطر في الويلاندجاز فمجينا نحلل كان فيها حاجات كثيرة جدا اكتشفناها تابع جزء not important ده المديرين بيتضغط عليهم clients يعني يجي مثلا شركات البترول الكبيرة تضغط على المقاول عشان عايزاء فتدى توجيه لحاجات اللي هي not important اللي هي بتتوجه لها ليه بقى لأن هو بالنسبة لأنا لو أنا بعمل حاجة مش فلسكوب بتاعي دي not important حتى لو هي في حقيقتها very important بس تلمي مش فلسكوب بتاعي هي not important فعشان فعشان كده اه لكن هي مش فلسكوب بتاعي مهمة عند client لكن هو بيخلينا عملها له عشان نخلص بها لكن فدي بتعمل يعني بتعمل حيود او بيسموها creep عن الهدف فدي فكرة يعني لكن في الاخر احنا بنستخدم ده كده كفكر لل عشان امريجي نعمل planning بقى للمشاريع نحس بالموضوع بشكل غير التقليدي ان انا بحط رس حاجات على بعضها وانا برد شايف حتى كان كاتب بان اللوج يعني وانا فست ومعرفش هده كده يعني لو انت مهتم بالترجمة ممكن اشوف لك يعني يعني اقرب حاجة لان البقين كلهم يعني مثلا procedure دي إجراءات فورز نمازج اللي هي الخريطة التسلسل الأعمال مثلا التقرير انها بحطة اللوج دي برضو يعني الوحيدة اللي ما لقناش يعني مقابل يعني هي ممكن يعني ملخص فهراسة يعني ممكن يعني بس خلييني برضو ان شاء الله عمل فيها search وقولك ممكن ترجم طب حاجة أخيرة دلوقت في المحاضرات الليها الأولية والتانية وديا مش شيفها موجودة على الموقع على الواتس يعني الفيديو مش لقيه الحقيقة هل حالك نزلت ولا بسه هم قال اخوة نزلو يعني انا شفت الاخوة نزلوا اللينكات بصراحة قبل كده فان شاء الله داية على الجروب عشان بس أعرف اللينك على الرابط عشان عرف يدخل علي اكيد مهندس عمر ومهندس محمد ممكن يبعطون حضرتك بقى اعتقد نزلوها فعلا شفت اللينكات كلها موجودة بس موجودة على الفيسبوك بتاع بيم أرابيا وهم انشاء الله عشان مدخلتش على الفيسبوك رحيان انا بتكلم على اللون تمام ماشا شكرا جزيلا باش وانصر شكرا 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 مهندس وانتو عمر سليم وانتو عمر شكرا 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 اتفضل حراك لو عايز نختم او ناخد سراجة معايا شكرا مش هونتو عيد الكامعة باشغالك انا لأسف عندي انا باشتغل من الديسكتوب مش من على اللابتوب فالمرة الجاية بقى ان شاء الله انا فكرني بس قابليها افتح اللابتوب باشتغل من اللابتوب بريزيلا اولا اللي فيه الكاميرا الله يكرا الله يخلي خليها مراجعة ان شاء الله بحكود انها تبقى شكرا 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 شكرا